موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من برنامجكم زمالكاوي على قناة نادي الزمالك سعيد جدا ما بكون طالع معاكم ومنتخب بلدي عامل نتيجة كويسة بتؤهله لصدارة المجموعة زي ما بقى كون سعيد جدا ما بكون طالع والزمالك كسبان يعني الحمد لله يعني الواحد كان بتمنى ان انا اكون طالع معاكم ومصر عاملة مباراة كبيرة وعملة مباراة امام فريق كبير زي المنتخب الجزائر رغم انه منتخب جزائر بيغيب عنه مجموعة من اللعيبة المهمة لكن في نفس الوقت منتخب مصر بيغيب عنه مجموعة كبيرة من اللعيبة المهمة غير لعيبة المحترفين عندنا لعيبة نادي بيرامدس مش مشاركة لعيبة المصري عندنا اول ربع ساعة وتلت ساعة اصابتين مؤثرين جدا حجازي وايمن اشرف واللي اتنين سردبكات يعني ممكن يلعب يعني لو ايمن اشرف احتياطي كان هو اللي نزل مكان احمد حجازي لكن الاتنين كان بيلعبوا في الملعب والاتنين اصيبوا فاضطر مستر كارلوس كروش انه يلعب باحمد ياسين اللي بيشارك لأول مرة في حياته مع منتخب مصر عندنا لعيب زي محمد صلاح عندنا التريزيجي عندنا عمر مرموش عندنا رمضان صبحي عندنا عبدالله السعيد عندنا محمد ابو جبل عندنا لعيبة احمد ياسر ريان احمد كوكا لعيبة كتير جدا مش متواجدة مع المتخب علي جبر يعني مش عايزة انسى حتى ابراهيم عادل لعيبة كتيرة جدا مش مشاركة مع المنتخب الاول ورغم كده وعندنا لعيبة كتيرة جدا اول مرة تلعب حسين فيصل احمد ياسين عمر كمال عبدالواحد مهند لاشين احمد رفعت كل دول لعيبة اول مرة يلعبوا يعني دول مش كمان منتخب محليين لا ده اول مرة يلعبوا مع المنتخب الاول في المقابل ايضا المنتخب الجزائري عنده مجموعة من لعيبة المميزة جدا اللي بيلعبوا اساسا لعبوا كاس عالم ولعبوا مع المنتخب الجزائري في كاس العالم وفي تصفيات كاس العالم لعيبة زي في قيمة بغداد بنجاح ياسين الابراهيم واحد من افضل لعيبة في القرى الصمراء يمكن سنه كبر شوية كان بيلعب في بورتو دلوقتي بيلعب في قطر لكن لعيب مميز جدا في نص الملعب عشان كده تحسوا انه كان فايق اول شوط الاولاني الشوط التاني مستوى نزل نظرا طبعا لنقص اليقى البدنية نظرا لسنه انه سنه كبير عندهم لعيبة على اعلى مستوى يوسف البلايلي واحد من اللعيبة الكبار جدا ومن اهم اللعيبة في المنتخب الجزائري اللي بيصنع الفارق النهاردة النهاردة اول مرة تحصل في التاريخ يا جبعة ان احنا وإحنا برا هنا اول ما احمد فتوح خد الانذار يعني اهم برا تحصل في التاريخ ان اعنا يعني يعني لعيب يجيب انذار فانهيص كأننا كسبنا وليه بنهيص لان المنتخب المغربي طبيعه منطقي حد يقولك من يعني الناس في الكورة يعني في ناس يعني يقولك البطل يكسب اي حد البطل يلعب اي حد اه طبعا البطل يلعب اي حد بس ممكن تقابل المنتخب المغربي في النهائي ممكن احسن ما تقابله في دور التمانية وتخرج من دور التمانية ده مش معناه كل الهيصة والفرحة بالتأهل كمركز قال اول من المجموعة وان المنتخب الجزائري هيتقابل مع المنتخب المغربي عندنا فرقة تقيلة قوي هتخرج من دور التمانية لا المنتخب الجزائري لا المنتخب المغربي وفرقة منهم هتوصلت عندنا بقى فريق الاردن الاردن على فكرة في الكورة جماعة فريق وعندهم عدنان حمد مدرب متميز جدا فريق مقاتل في الملعب ودايما بيبقى عندهم دوافع وانتو عارفين فاكرين في البطولة العربية مكان الزمالك والاهلي مشارك في هذه البطولة استطاع الفريق الاردن يوصل للمبرارة النهائية امام فريق الترجي في مصر يعني فريق مقاتل في الملعب النهاردة كسب فلسطين خمسة واحد نتيجة إيلة وكان كسب المنتخب السعودي يمكن هزم من المنتخب المغربي بنتيجة إيلة لكن كل مباراة وليها ظروفها فهي مباراة إيلة مباراة مش سهلة خصوصا كمان ان احنا هنفتقد يعني على ارض الواقع لغد الوقتي هنفتقد لعيبة مهمة اما يكون احمد حجازي جاله شد وايمن اشرف عنده شد تقريبا عنده مشكلة في رجبته بيشتكي منها كتير انت عارفين خشونا في الرجبة وبتاع ما عرفش الله أعلم حصل له ايه هنتأكد لكن بالنسبة كبيرة حجازي مش موجود بالنسبة كبيرة اكرم طبعا توفيق عنده انذارين انت عارفين انت ما بتخرج من الدور الاولاني وانت عندك انذار بيتشال الانذارات وبتخش دور التمانية وانت نضيف من غير انذارات لو عندك انذارين بفوق المطش اللي بعديه فاكرم توفيق يعني مش هيلعب المطش اللي جاي وحجازي وايمن أشرف قد يغيبوا المبراء القادمة نظر لإصابتهم بجانب ان افشة غايب النهاردة عندنا لعيبة مهمة اوه جماعة احنا كمان نسيت اقول ان برضو افشة من لعيبة المهمة وحل من الحلول النهاردة احمد رفعت كمان ملعبش اللي جاب لنا الجون في اول مباراة يمكن انا مبارح مع الزميل سيف زاهر قلت احمد رفعت جاب جون عالمي بس بعد كده اتخبط كتير وقع كتير ما كان شواء باين في المباراة اوي بتاعت السودان يعني الا اللبان اوي من احمد رفعت هو هدفه في اول ديئتين الفول ومن بعدها الكرة العطاير اللي كانت احلى هدف في البطولة حتى الان عندي كمان يا جماعة تفاصيل موضوع عقد عمر كمال عبد الواحد عايز اتكلم فيه موضوع حسين فصل عايز اتكلم فيه عايز كمان اتكلم على موضوع اسامة فصل واللي اتقال برضو وعايز اتكلم ايضا على بكرة اجتماع بكرة لمجلس ادارة نادي الزمالك والاعلان عن اقامة الانتخابات وتفاصيل كده في قعدة مجلس الادارة مع سادة الوزير دكتور اشرف صبحي عندنا كواليس ممكن نقولها النهاردة باذن الله كمان موضوع كارتيرون واللي انتشر انه بعت ايمير رسمي وانه فيه خلاف رهيب وانه انه مستر كارتيرون طلب براتبه وايه حكاية الراتب ده انا قريت مواقع كتيرة جدا ومواقع كبيرة جدا وبكل سهولة انا بكل سهولة تقدر تعرف ايه سبب تأخر راتب مستر كارتيرون وايه حكاية المدير المدرب العام وهل هو رافض ولا موافق قصة سهلة جدا لكن هي بيتم تضخمها بصورة كبيرة جدا في الاعلام عندنا خصوصا مع نادي زمالك خصوصا مع اللي حصل طوال الخمس ايام اللي فاتوا دول حابب ان انا اكون نهارده اعرف كل الزمالكوية الحقيقة فين ومرة واثنين وثلاثة الف مبروك للمنتخب المصري عايز اقول لكم ان البطولة دي يا جماعة بطولة مفيدة جدا جدا انا اول مرة احس ابتدي احس بشخصية المنتخب بقوة المنتخب بقيمة منتخب مصري من فترة كبيرة فترة كبيرة نهارده وحنا في قناة نادي الزمالك عايز احيي عايز احيي حمدي فتحي عمدي فتحي فعلا راجل بمعنى الكلمة عايز احيي عمر السلية عمر السلية تقريبا خد نفس ضربة الجزاء اللي خدها في مطش الزمالك اللي هي مد رجله راح حمزة المسلوسي شط رجله نفس الكورة النهارده تقريبا في عنده زكاء غير طبيعي ضرب الجزاء صحيحة مليون في المية عمر السلية منتهى الرجولة اكرم تلفيق منتهى الرجولة حمدي فتحي منتهى الرجولة النهارده الوينش منتهى الرجولة عايز اشيد بلعيب ودي هتكلم فيها كتير موضوع حسين فيصل لعيب عنده شخصية في الملعب لعيب تاني مطشي ليه بياخد منوفزة مطشي في المطشي الاولاني والمطشي التاني شخصية واضحة جدا لعيب دولي بمعنى الكلمة لو احنا بنتكلم على غياب أشرف بن شرقي احنا كان عندنا لعيب مويد 99 في نادي الزمالك للأسف للأسف المسؤولين عن الكورة ما ايدهوش من ضمن الخمسة وسبوب بلاش واحقاقا للحق هقولكم كارتيرون قال ايه عليه قبل ما يعني كارتيرون انا شخصيا سألته عنه وقلت له حسين فيصل لعيب كويس ولازم يتأيد ويه رأيك فيه وقال لي هذا الكلام كان حتى لو رغبت كارتيرون بعدم قيده كان لابد من الناس المسؤولة عن نادي الزمالك لا يكون لهم تقدير مختلف ممكن اقيده ومش عايز تلعبه ما تلعبوش احنا عندنا خمسة تأيده مويد 99 مفيش واحد فيهم بيلعب مفيش ولا واحد فيهم بيلعب فكان لازم يعني حسين فيصل النهاردة عشان تجيبه النهاردة بالمستوى ده النهاردة حسين فيصل انا من وجهة نظري ما عمل ماتش حلو قدام السودان قلت ماتش كويس بس انا بقى كلعيب كرة لا انا مستني اشوف الشخصية دي واللاعب ده وتأثيره في الماتشاط التقيلة الماتشاط اللي فيها تنافس قوي ما بيننا وما بين الجزائر الماتشاط اللي تحس ان فيها ضغوط عصبية على اللاعب لا شخصية وبيستلم وبيرقص وبيباصي وبيلعب وبيحضن وقوي وكان ممكن يجيب جون النهاردة وبسير عشرة لعشرة قدرة في التحكم في الكرة عشرة لعشرة جثمانيا عشرة لعشرة امكانيات عالية قوي قوي لللاعب حسين فيصل يمكن هيغيب عن اكرم توفيق الماتش اللي جاي لكن عندنا بديل كف كويس جدا عمر كمال عبدالواحد بديل عشرة لعشرة لو غاب اكرم توفيق عندنا في نص الملعب لعيبة كتير تلعب يا جماعة زيزو ده من اللعيبة اللي تلعب مصطفى فتحي يعني ساعات بيظهر وساعات بيختفي ساعات بيبان وساعات وده طبيعي ومنطقي مع الوقت مصطفى فتحي لانه بيلعب يمين ساعات شمال ساعات في النص ساعات لكن لعيب مع الوقت لعيب مفيد جدا زيزو لازم يكون خيار مهم جدا في ماتش الأردن في ظل غياب نص الملعب طيب انت احنا بنلعب يا جماعة ما بنلعبش بنلعب بدون صانع ألعاب انسوا صانع الألعاب دي يا جماعة انسوا خلاص فكرة صانع الألعاب واربعة اتنين تلاتة واحد واربعة تلاتة اتنين واحد دي مش موجود عندنا مستر كارلوس كيروش بيلعب بطريقة اربعة تلاتة تلاتة زي زمان يعني وينج ليفت وينج رايت راس حربة هاف ليفت هاف رايت ديفندر باك ليفت باك رايت سيرد باك وسيرد باك تاني وحارس مرمى كنا بنلعبها زمان وعلى فكرة دي من اقمن الطرق لان انت بتبقى الوينج ليفت ملتزم بيروح وبيلعب على الباك رايت ونفس القصة على الباك ليفت والوينج رايت ان نص الملعب الهاف مع الهاف لو الفرة اللي قدامك بتلعب بطريقة مختلفة اربعة اتنين تلاتة واحد بيبقى لها توظيف معين في الملعب ايمن اشرف لعيب كويس جدا لكن مش مكانه مايلعبش هاف ليفت يعني انا من وجهة نظري ممكن تلعب فتوح مثلا قدامه ويرجع ايمن اشرف في الباك ليفت ايمن اشرف مشكلة بقى ميستر كارلوس كيروش في حاجة النهاردة لعب الناس بتقصوا على مروان حمدي صح وانا هتكلم بمنتهى الصراحة مروان حمدي لعيب كويس ولعيب مجتهد وبيعمل مجهود وبيضغط على السردباكات بصورة كبيرة جدا النهاردة ناس كتير قوي من المحللين ومن الناس اللي بقرالهم يقولك لازم يتم تغيير مروان دلوقتي لازم يغير ما بين الشرطين خرج مروان جي محمد الشريف اللي كان غايب جدا في الشرط الاولاني ما بيلعبش في مكانه اتحط في الراس حاربة غاب برضو محمد الشريف يعني القصة دلوقتي محمد الشريف برضو الشرط التاني غايب تماما زي ما كان محمد الشريف الشرط الاولاني غايب تماما محمد الشريف غايب مش هو محمد الشريف بتاع الدوري مش هو محمد الشريف الرس حاربة مش هو محمد الشريف بتاع ماتش الزمالك والاهلي مش هو محمد الشريف بتاع ماتشط دوري ابطال افريقيا لا مع كارلوس كروش لعيب تاني يعني مختلف قالل في المستوى مع انه هو لعيب مهم ومؤثر وما يفوق يفوق الفرقة لكن النهاردة يعني عايز اقول فرحان بالبطولة دي فرحان بالبطولة دي فرحان حتى كمان بالتعامل ما بين مصر والجزائر ولعيبة مصر والجزائر والمدربين تعامل كده جميل ومحترم واجواء كده جميلة وجمهور الزمالك وجمهور مصر قاعدين في المدرجات حاجة بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة ومنتهى الرقي في التعامل حاجة اكثر من رائعة يعني وهي في النهاية ده تنافس وفي كرة قدم ومطشات تقيلة مطش الجزائر مطش تقيل رغم ان هم بيلعبوا تقريبا حوالي 15 واحد من اهم لعيبتهم مش موجودين لكن برضو فرقة تقيلة وفرقة محترمة وفرقة تخوف وهنشوف مباراة قد تكون الاكفر مشاهدة مباراة الجزائر والمغرب مطش تقيل جدا وانا الغد دلوقتي من من مشاهدتي للمباراة فرقة المغرب فرقة تقيلة لكن برضو زي ما انا قلت على مصر وزي ما قلت على الجزائر المغرب مش هيبان مستوى الحقيقي الا امام المنتخب الجزائري يعني ابتدي حس ان المغرب فرقة النهاردة لعبوا بالصف التاني قدام المنتخب السعودي كذبوا اعتقد بضربة جزاء المتشاط اللي فاتت عملوا نتائج 4 و4 نتائج كبيرة لكن قدام المستوى يا جماعة لازم نقال النهاردة لبنان اعتقد كذبت السودان كثبهم سواحد صفر يا جماعة يعني السودان فريق دخل مرمى عشر اهداف ولم يحرز اي هدف منتخب السودان كان اقل المنتخبات حضورا في هذه الدورة رغم ان هو بيستعد الكأس الامم الافريقية وبنتمنى للمنتخب السوداني انه يتحسن في المستوى ويتطور لان لو دخل بالمنظر ده في البطولة الافريقية لا عيب في حق الكرة السودانية من لهم التوفيق ويمكن صديقي هيسم مصطفى واحد من نجوم الكرة السودانية كان حزين جدا كنت حاسس بي هو قاعد في تحليل لقاءة السودان هو الواحد بيبقى مستاء جدا ان بلده بتلعب صورة سيئة زي ما لعب المنتخب السوداني في هذه البطولة لكن قولا واحدا احنا سعداء اولا اكتشاف لو احنا بنتكلم على كارلس كروش اه حمد شريف مايلعبش هافليفت اي من اشرف مايلعبش في نص الملعة وينجي ليفت اي من اشرف مايلعبش هافليفت مش بتاعته مايلعبش فيها خالص هو بيكتشف ومعندوش مشكلة وجريء خدوا بالكم كارلوس كروش على ما اعتقد هو اللي اكتشف كريسيانو رونالدو او واحد من اللي لعبه كريسيانو رونالدو في بداياته لويس فيجو واحد من اللي خده البالوندور او احفر لعب في العالم لويس فيجو برضو كارلوس كروش من ضمن الناس اللي اخترق او بيينته او طلعته ما عندوش مشكلة فلو احنا بنتكلم بنقول اه حسين فصل اكتشاف كارلوس كروش مهند لاشين اكتشاف كارلوس كروش عمر مرموش اكتشاف كارلوس كروش اه اه مين تاني يا جماعة مهند لاشين وعمر مرموش وعمر كمال عبدالواحد اكتشاف كارلوس كروش احمد ياسين اكتشاف كارلوس كروش احمد رفعت اكتشاف كارلوس كروش ده كل ده ايجابيات ده نال هستطيع ان احنا ننكرها عن الراجل النهاردة هيكون معنا تحليل محترم لعيبة كورة ومدربين على اعلى مستوى كابتن جمال حمزة وكابتن احمد عيد عبد الملك اللي اتنين النهاردة هيكونوا متواجدين معنا وهنتكلم في كورة باستفادة وان شاء الله بس نحن عندنا يوم السبت المطشاط الجمعة هيبتدي دور التمانية دور التمانية هيكون تونس وعمان في دور التمانية الساعة خمسة وقطر والامارات الساعة تمانية تسعة يبقى الساعة خمسة تونس وعمان وقطر والامارات الساعة تسعة اكيد من غير معرف الجزائر والمغرب الساعة تسعة تيقلي كده صح صح مش سهل انا برضو انا وماشا ماتش جامد برضو الساعة وماتش مصر والاردنس ساعة خمسة وعلى فكرة ماتش جامد اقسم بالله ماتش جامد محتاج تركيز ومحتاج حضور زهني وزكاء في الملعب لان فرقة الاردن هتبقى نازلة عاملة حساب لمنتخب مصر بصورة كبيرة جدا 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 وهتلاقي دوافع لعيبة المنتخب الاردني وكابتن عدنان حمد اللي هو عراقي وفي نفس الوقت له تاريخ مع المنتخب الاردني وعربي زينا فعايز يعمل انجاز لنفسه وللعراق وللمنتخب الاردني وبالتالي هتلاقي لعيبة قوية جدا وحماس غير طبيعي للمنتخب الاردني واداء على اعلى مستوى يعني المنتخب الاردني لو احنا بنقيم المنتخب الاردني افضل من المنتخب اللبناني المنتخب الاردني قد يكون افضل من المنتخب اللبناني والمنتخب اللبناني احنا عنينا قدامه بطريقة اللعب وباللعب بطريقة زون ديفينس والدفاع المحكم وكسبنا بضرب الجزاء فاحنا كل الخناء النهاردة على الانذار زيادة على طرد زيادة عشان مصر هتلعب مع المغرب ولا جزائر هتلعب مع المغرب وكأننا ضمنين الوصول عن طريق الأردن ده مش حقيقي الكرة مفهاش كده خالص الكرة مفهاش كده خالص الكرة فيها اجتهاد الكرة فيها عزيمة الكرة فيها تركيز الكرة فيها دوافع الكرة فيها ظروف مباراة النهاردة وأنا قلتها قبل كده وزعلوا منه الأهلوي ماتش الزمالك والأهلي قلت التوفيق حالف النادي الأهلي في كورة أليو ديانج النهاردة التوفيق حالف منتخب الجزائر في الكرة الأولنية كرة الأولنية ياسيني الإبراهيم بيلعبها ليوسف البلايدي يوسف البلايدي بيشوتها اللي هو عايز قبل ما حد يضغط عليه احنا بنتكلمكم بقى كالعيبة قبل ما يضغط عليه فعايز يشوت على طول شط رح قلشة قلشت رح اتراحها لسرد باك على رجله الشمال لعيبها وحش قوي يعني حامل شناو كلمسيكا كده لولا انها جت فتوح بيعمل كده رح اتخطف فتوحه ورح اتمحولها اتجاهها والشناوية عامل كده رح اتراحها عكس اتجاهه فراح اتجون يعني جون فيه توفيق ومنوع من الحظ غير طبيعي يعني كرة غير ملعوبة بالمرة هدف غير ملعوب بالمرة والفرص في المباركة تقوليه لقوي الفرص الحقيقية تقوليه لقوي النهاردة ما شفناش انفراد مثلا بالمرمة النهاردة ما شفناش مثلا كرة في العرضة يعني ما شفناش ده النهاردة اللعبة مقفول الفرص قليلة الانياب مش قوية للفرقتين لكن كان فيه سيطرة في نص الملعب في الشرط الاولاني كان المنتخب الجزائري تفوق علينا في معظم الشرط الاول الشرط التاني المنتخب المصري تفوق بدنيا رغم ان منتخب مصر من المفترض انه ما يطلع منه اتنين لعيبة من اهم اللعيبة في الشرط الاولاني كمان بداية الشرط التاني تلات تغييرات واحنا لسه هنبتدي الشرط التاني على فضل لنا تغييرين في المقابل خروج بغداد بنجاح في بداية الشرط التاني كان نقطة تحول هلال سوداني كان بعيد تماما عن مستواه هلال سوداني طبعا هو كان نجم كبير في المنتخب الجزائري كان بيلعب اعتقد في اوروبا ثم عاد مرة اخرى كبر في السن بيشارك مع المنتخب التاني اهو متواجد لكن طبعا فرق كبير في المستوى بين بغداد بنجاح وبين هلال سوداني فنزول هلال سوداني وخروج بغداد بنجاح اثر كثيرا على المستوى الهجومي والاستلام تحت ضغط ومحطة مهمة جدا افتقدها المنتخب الجزائري بعد خروج بغداد بنجاح وده ادى اريحية لأحمد ياسين والونش بعد ما كان حجازي والونش مضغوطين في الشرط الاولاني وباشكر احمد ياسين السنة اولى مباراة وسنة اولى دولي وكان عنده ثبات انفعالي وعمل مباراة طيبة ويكفي ان هو في تواجده هو ومهند لاشين وعمر كمال عبدالواحد ومصطفى فتحي وكل دول ما كانش نتخيل ان هم هيلعبوا مع بعض يعني هيلعبوا كلهم يبقوا خمسة ستة موجودين في الملعب وحسين فيصل يبقوا موجودين خمسة ستة في الملعب واحنا قدام المنتخب الجزائري مبروك لمصر اتأه كل دول التمانية ولكن هي بداية مهمة لان زي ما قلتلكم عندما تشارك مصر في مونديال العرب او بطولة العرب لابد ان تكون من المرشحين بقوة لهذه البطولة وبإذن الله ان شاء الله ربنا يكرمنا المهم المنتخب الاردني بإذن واحد احد في الجزء التاني النهاردة اكيد هيكون معايا ماهر جنينة ان شاء الله بعد كابتن احمد عيد وكابتن جبال حمزة تعالوا نطلع لفاصل ونرجع هقول لكم بقى حكاية عمر كمال عبدالواحد وعقده حسين فيصل وايه قصته وساما فيصل هو ماضي اعارة ولا تلت سنين وايه قصته وبرضو مع البنك الاهلي هنتكلم على اجتماع مجلس الإدارة بكرة اه نادي الزمالك واجتماعهم مبارح مع سيادة الوزير الدنيا كترايحة الفين اه اني ليحق تفاصيل كل حاجة هنقولها ونطمن كل جمهور الزمالك وقصة كارتيرون مع المجلس والمدرب العام والمدرب المساعد ومرتبه كل الحاجات دي هقولها لكم ولكن بعد الفاصل يلا بنا ورجعنا لكم مرة أخرى طيب فترة اللي فاتت انتشرت كتير أخبار كتير عن نادي الزمالك أخبار كتير يعني مثلا فرجاني ساسي واحد يعمل معاه لقاء فيقول لهم والله مصر وحشتني جدا وجمهور الزمالك وحشني وان شاء الله اجي مصر قريب فتترجم عند المواقع المصرية ان هو جاي هيلعب في الاهلي او هيلعب في البيرامد يعني دائما تترجم كده اشرب بن شرقي هيا خلاص مش هيجدد وهيلعب في الاهلي ده المنتشر عمر كمال عبدالواحد ماضي تلات سنين والزمالك كده بيخ اه اسامة فيصل مش معار سنة ده معار سنتين ثلاثة ومش هيرجع على نادي الزمالك حسين الفصل اه مشي اه ببلاش و اه واسمه ايه ده والسبب في رحيله اه كابتن فاروق ولا كابتن حسين كما يقال يعني في الاعلام طيب الحقيقة فين في كل الكلام اللي بيحصل ده انا بحب اوضح الحقيقة للناس والجمهور نادي الزمالك انا دايما بحب شلعب على مشاعر الجماهير ودايما بحب ان احنا نكون فيه صدق ما بيننا عشان المعلومة تكون وصلة وكمان من ضمن حاجات الايام اللي فاتت دي كارترون بعت ايميل رسمي وبيهدد نادي الزمالك وكارترون في طريقه ان يرحل ومشكلة وكرسة كبيرة واخناء مع رئيس نادي الزمالك والمجلس والمشرف العام كلام من هذا القبيل ده اللي منتشر الفترة اللي فاتت عن نادي الزمالك نبتدي مع بعض كده بموضوع كارترون تمام كارترون كان متعود ايام اللجنة السابقة انه بيقبط كل يوم 30 في الشهر تمام بقى فيه كده يوم معين فيه التزام من اللجنة السابقة انه لازم يقبط يوم 30 خلاص فما فيش مشكلة الراجل كان مسافر وكان فيه اجازة ومعرفش ايه ويسافر الفلوس بتحول للراجل على حسابه البنكي بالدولار تمام جي المجلس الحالي وعد النهاردة سبعة هو جي مبارح وابتدت القصة تطلع من مبارح يعني فات 6 ايام فقط على راتبه اللي هو يوم 30 يعني مش متأخله شهرين 3 مثلا لا ده فات 6 ايام من الشهر الجديد طب ايه اللي حصل الطبيعة والمنطقة يا جماعة اما بتيجي اللجنة جديدة او بيجي مجلس جديد ايه اللي بيحصل اللي بيحصل ان عشان احول فلوس احول فلوس لمستر كارتيرون من البنك بالدولار لابد ان يكون فيه امضة معتمدة من نادي الزمالك طب الامضة اللي معتمدة من نادي الزمالك اللجنة اللي فاتت اللي مشت ودي مش اول مرة تحصل كان فيه امضة قبل كده ايام اللي هو عماد عبد العزيز زي ما كان فيه امضة قبل كده بتاعة المسشار احمد جلال ابراهيم دلوقتي المسشار احمد جلال ابراهيم لازم يرجع تاني طبق امضته فايه اللي بيحصل دلوقتي بيعتمد بتعتمد الامضة بتاع المجلس الحالي وبامضة المسشار احمد جلال ابراهيم عشان يرجع يمضي وتحول الفلوس لمستر كارتيرون لان انا حولها له ازاي الا ما يكون فيه امضة معتمدة وبالتالي المواقع ما بتحبش تسأل ده او ما بتحبش تقول ده لا هي عايزة تعمل بروباجاندا وعايزة تعمل عنوين رنانة عشان في الاخر كارتيرون فيه مشاكل في الزمالك كارتيرون ماشي كارتيرون قصة موضوع سهل جدا موضوع انت لو سألت هتعرف فيه امضة بتتغير مع وجود مجلس جديد عبال ما يتم اعتماد الامضة بيتم تحويل المبلغ وتم ابلاغ مستر كارتيرون بالقصة خلصة من قصة كارتيرون نيجي للقصة الاخرى ناس تقولك المدرب العام عامل في عقده انه ممنوع حد ييجي وهو اللي حطه ما عاربش ايه الجهاز الفني بتاعه وكلام من هذا القبيل طيب مستر كارتيرون جي امتى جي امتى بعقده اللي هو عامله دلوقتي جي مع اللي هو عماد عبد العزيز يعني من لجنتين فاتوا مع اللي هو عماد عبد العزيز كان ماشو باتشيكو جي مستر كارتيرون ام جي مستر كارتيرون وحط الشرط ده في عقده اسامة النبيه جي هو كابتن اسامة نبيه حد كان ام جي كارتيرون كان عارف اسامة نبيه ما عارفش اسامة نبيه واول مرة يشوفه ام جي احمد عبد المقصود كان يعرف هو احمد عبد المقصود ما يعرفش احمد عبد مقصود تمام يعني ما يعرفهمش وجيه عمل معهم انترفيو قعد معهم ووافق على تواجد المدرب العام والمدرب المساعد في جهازه اذا عقد مستر كاتيرون ما فيهوش ان ممنوع يبقى فيه مدرب عام مصري ولا مدرب مصري خالص مفيش كده في عقد مستر كاتيرون بدليل ان هو مع عقده الجديد كان متواجدا في هذا التعاقد الجديد اسامة نبيه كابتن اسامة نبيه كابتن احمد عبد مقصود المهم هل مستر كاتيرون هو من اطاح باسامة نبيه رغم ان كان فيه قابليها مشاكل وكان بيتقال ان فيه مشاكل ما بينهم والراجل برضو ما خدش قرار برحيل اسامة نبيه تمام واحمد عبد المقصود نفسه الراجل بيحبه جدا وهو جاله عرض في السعودية فمشي تمام وبعض المواضيع بتاعت اسامة نبيه والخلافات المالية والمكافئات والقصص اللي انتوا عارفينها دي فالتنين مشوا فالراجل اما الاتنين مشوا قال لك ان عايز اكمل المرحلة دي كده لانه هو مش واثق انه ممكن حد ييجي بقى يعمل معه خلاف تاني او يختلف معاه او كلام من هذا القبيل فمشكلة لكن هنا بقى المجلس الحالي وهي وجهة نظر برضو تحترم انا دلوقتي لو ميستر كاتيرون معاه مدرب احمال تمام معاه مدرب مساعد تابعه عمره ما كان مدير فني تمام ومعاه مترجم احمد شعبان افرض ميستر كاتيرون لقدر الله ها جالوا مرض اجالوا كورونا مثلا مين اللي هيدير الفريق مين هيحط التشكيل مين اللي هيدير من على الخط فلابد ان يكون هناك مدرب عام فما ينفعش اخصب على كاتيرون لكن بالحوار لان هو مسبقا كان معاه مدير مدير فن مدرب عام مصري ومدرب مصري فميستر كاتيرون اما قعد مع رئيس نادي الزمالك اتفق على ان هو اللي هيختار فهجيله واحد وهجيله اتنين وهجيله تلاتة ويعمل انترفيو ويقعد مع الناس ويشوف تفكيرهم ازاي ويعرف السفي بتاع كل واحد فيهم ويستريح مع شخص معين فيوافق على ان يكون متواجدا في جهازه الفني وده طبيعي ومنطقي لان ربان السفينة هو المدير الفني هو من يختار من يتعامل معه هو من يختار جهازه الفني ولكن لابد من وجود مدرب عام مصري او مدرب مصري لابد على اقل تقدير مدرب عام مصري على اقل تقدير حتى يكون مساعدا لمستر كاتيرون في زي ما قلت لكم في ظل افرد غياب كاتيرون لسبب ما لابد ان يكون هناك مدير فني مخضرم او له خبرات او يعرف الفرقة كويس وملم بكل كبيرة وصغيرة ويعرف امكانات اللعيبة فده طلب المجلس ومستر كاتيرون اتفق مع المجلس على انه يكون فيه يعرض عليه اكتر من اسم هو اللي هيختار من سيساعده في جهازه الفن اذا مفيش مشكلة لغاد دلوقتي ولا مرتب ولا موضوع المدرب العام وقصة تتقفل وملاش راغي كتير وبلا بلا بلا كله كلام عشان الدنيا هادية مفيش دوري مفيش غير البطولة العربية فلازم نطلع باخبار جديدة لازم نطلع باخبار مثيرة لازم نثير الجدل لازم نعمل عنوين رنانة لازم الناس تقرأنا التريند يزيد الفيوز يزيد المشاهدات تزيد فنعمل عنوين رنانة وكلها عن نادي الزمالك طيب نروح لعمر كمال عبدالواحد عمر كمال عبدالواحد تعاقد مع نادي الزمالك وكان ضيفي هنا تمام ومضى على العقد وجاء وجبناه هو بيمضي على العقد وخد مقدم تعاقد ووالده كمال عبدالواحد المدرب الاحمال بمنتخب مصر الاوليمبي لسنوات وسنوات ومع الكابتن حسن شحاته وكابتن شوقي غريب وناس عائلة محترمة جدا وعائلة متربية كده وعمر من الشخصيات المحترمة المتربية اما تعرفوا تتعاملوا معها تعرفوا ان هو كلمته واحدة ويرتبط بالكلمة يعني ايه اللي حصل؟ بعد ما اتعرف ان النادي الزمالك موقوف عن القيد فطبيعي ومنطقي ان حمد النجاز ومحمود شبانة وعمر كمال عبدالواحد مش هيعودوا يتمرنوا مع الزمالك لمدة سنة والزمالك يدي مثلا كل واحد اربعة مليون ولا خمسة مليون ولا ستة مليون وهما عادين بيتمرنوا فلازم يطلعوا اعارة ويتقاضوا الاجر بتاعهم من نديهم اللي طلعوا لهم اعارة واما يرجعوا يعملوا بقى يفعلوا التعاقد مع نادي الزمالك تمام؟ حمد النجاز راح يأهل جد محمود شبانة كان راح لإسماعيلي خلاص لولا ان النادي الإسماعيلي بعد ما اتفق معه على مبلغ معين فاختلف في المبلغ ونزلهله عشان كان اخر يوم فكأنه يعني فيه يعني ايه يعني ايه امضي بقى الحق نفسك وكده فمحمود شبانة راح عند وقالك لا انا مش راح نادي الإسماعيلي وهفضل مع نادي الزمالك لكن محمود شبانة في يناير هيطلع لفرقة ويقال ان جايله الاتحاد السكندري وجايله اكتر من نادي يعني هيطلع لمدة ست شهور فقط على ان يعود بنهاية الموسم طيب عمر كمال عبدالواحد اما عارف ان القصة دي فجاله عرض اكتر من نادي لانه راجل فري فجاله فيوتشر فيوتشر نادي كبير تم شراءه ويعني يمتلك ماليات كبيرة جدا وعمل فرقة واشترع لعبة من الاهل ومن الزمالك وكده فعمر لسه بقى ولا تنجم ولا راح منتخب مصر هو كان نجم في المصري يعني لسه بقى هل هينفع يلعب مع الزمالك هل لعب وهيليق مع الزمالك فطبعا فيوتشر كمان مش ضمنة تمام اللاعب عمل ايه؟ راح مضى خدوا بالكو بس عشان الزميل والاعلامي والصديق والاخ الصغير كابتن احمد حسان ميدو قال معلومة قد تبدو حقيقية لكن في باطنها مش حقيقية قال وابتدى الموضوع ينتشر ان عمر كمال مضى لفيوتشر ثلاث سنوات وهذا الكلام حقيقي حقيقي بس ايه اللي حقيقي فيه اما جي فيوتشر يتعاقد معاه فعمر كمال عبد الواحد وانا توصلت مع عمر بنفسي اما جيه يتعاقد معاه فطبيعي ان فيوتشر هيقول له تعال امضي معايا ثلاث سنين فيوتشر عايز مصلحته فقال لهم لا انا ماضي مع نادي الزمالك انا لو تعاقدت معاكم هتعاقد لمدة السنة عشان انا هرجع بنهاية الموسم لنادي الزمالك فعمر ففيوتشر قال لهم طب نكتب في العقد حاجة ايه هي الحاجة مش يمكن بعد السنة دي نادي الزمالك ما يبقاش عايزك ترجع مش يمكن يكون فيه مجلس منتخب جديد وممكن ما يكونش فيه رغبة في عودتك كل شيء جايز فهنعمل حاجة هنمضيك ثلاث سنين بس هنكتب في التعاقد ان في حالة ان نادي الزمالك ارادة ان انت هتنتقل موسم اتنين وعشرين تلاتة وعشرين لنادي الزمالك فتعتبر انت فري خلاص وبتكون برغبتك انت وبرغبة نادي الزمالك في ان انت تكون متواجد داخل نادي الزمالك لكن لو اي نادي تاني جايلك غير الزمالك اهلي مقاولين اتحاد بيراميز نادي برة انت ماضي ثلاث سنين مع فيوتشر اذا الحقيقة ان عمر كمال ماضي ثلاث سنين في العقد فيه شرط بيقول بعد سنة لو نادي الزمالك عايزه واللاعب عايز يروح نادي الزمالك بعد سنة يرجع نادي الزمالك ويعتبر العقد انتهى مع فيوتشر يبقى العقد فيه شرط انه لا يستطيع عمر كمال عبدالواحد الانتقال لأي نادي بعد نهاية هذا الموسم الا نادي الزمالك فقط برغبة نادي الزمالك في قيده وبرغبة اللاعب في عودته لنادي الزمالك وزي ما قلتلكم بسبب عدم وجود قيد بسبب عدم وجود قيد اصبح معظم اللعيبة دي حمد النجاز ومحمود شبانة وعمر كمال عبدالواحد هما كلمتهم هتكون الاهم في عودتهم كلمتهم هتكون الاهم في عودتهم الاهم ان ما يكونش فيه نادي مسكني وان الزمالك لو عايز استعيده ادفع انا خمسة مليون لكن على العكس بقى حسين فصل حسين فصل انتو عارفين ان ميستر كارتيرون جي معايا اكتر من مرة حسين فصل غاب فترة كبيرة جدا وقاعد في البيت ومرجعش وكان رجع لعب تاني ولعب شوية وبعد كان كان بينزل التمرين بيتمرنش بكل قوة فكان ميستر كارتيرون عنده قناعة ان هو ليزي يعني ان هو ايه كسول ليزي فقال لا فبتديت انا اتكلم على فكرة ان اللعيب ده كويس جدا يا جماعة اللعيب ده كويس جدا ما ينفعش يمشي يعني اللعيب عنده امكانيات ممكن مع الوقت يتغير فكره اسلوبه ممكن يكون هو من الشخصيات اللي لابد ان انت تتعامل معها باسلوب مختلف تحتضنه وده بيجيد في احمد سامي سموحة شوفنا مصطفى فتحي وشوفنا احمد عبدالقادر وكل العيب بيروح مع احمد سامي بيتنجم فحتى لو كان مستر كارتيرون لا يرغب في الابقاء على حسين فصل كان لابد من المسؤولين عن كرة القدم في نادي الزمالك كمجلس ادارة سابق او كمسؤولين في الكرة انهم يكون لهم نظرة في الابقاء على هذا اللاعب حتى لو كارتيرون مش هيلعبه لان كارتيرون لن يبقى الى مدى الحياة مدربا لنادي الزمالك لكن هذا نجم وموهبة لكن تم قيد خمس لعيبة موليد تسعة وتسعين ولم يتم اختيار حسين فصل منهم كان ممكن حتى نقيده نقوله روح يلعب سنة زي ما عمر كمال ويرجع السنة الجاية لكن احقاقه للحق هذا لم يحدث واصبح حسين فصل فري وانتقل انتقال حر لنادي سموحة ومن يمتلك عقد هذا اللاعب هو نادي سموحة فقط دي قصة حسين فصل وكان برغبة مستر كارتيرون واللي اكد ده واللي قال ان هو ما كانش له رغبة ان هو يتم قيده وما كانش شايف ان هو مفيد على ارض الواقع شفنا مع تعامل نفسي مع موهبة واضحة جدا مع شخصية واضحة داخل الملعب اصبح حسين فصل من اللاعبة في ظرف مطشين من اللاعبة التقيلة زي عمر مرموش في ظرف مطشين من اللاعبة التقيلة اللي هيتم الاعتماد عليها واصبح حسين فصل من اللاعبة ربنا يحميه ويشفيه يعني ويحفظه من الاصابات اللي سيعتمد عليها منتخب مصر في كأس الامم الافريقية القادمة وقد يكون متواجد مع منتخب مصر في المرحلة النهية لتصوات كأس العالم قولا واحدا خلاص وضع نفسه في المكانة دي وهنا بقى اللي بتكلم عليه العين يا جماعة العين واختيارات انا من هنا برضو من سنتين احمد رفعت كان متواجد معايا واستضافته وكان ساعتها معار للاتحاد السكندري ودخل عايا رئيس نادي الزمالك ووعد اللاعب ان هو هيعود الموسم الجديد ثم حصل اللي حصل فجأة كده ولم يتم اختيار احمد رفعت وتم بيعه بخمسة مليون جنيه للنادي المصري البورسعيدي يا جماعة المواهب المواهب حتى لو كان عندها مشكلة في الشخصية عايزة لو عايزة معاملك مختلفة المواهب مش كتيرة اللاعبة من ضمن اهم اسباب نجاح كيروش انه بين للناس وبين للشعب المصري اللي بيحب كرة القدم ان اللاعبة كلها شبه بعض ان اللاعبة كلها مفيش الفوارئ الكبيرة اللي انت ممكن تتخيلوها في المواهبة هم بعض اللاعبة الموهوبين مهاريا واللي يمتلكوا شخصية زي عمر مرموش فجأة لانها لعيب جامد ممكن يكون اتقل من لعيب لعب عشرين مطش دولي او خمسة وعشرين مطش دولي عمر مرموش حسين فيصل احمد ياسين بداية مهند لاشين عنده شخصية في الملعب كبيرة جدا اللاعب ده كان في بيرامس سوبرامس قال له مش عايزينك مع السلام عندنا نبيل دونجا وعندنا كذا حد كان في الاسماعيلي في ناشين الاسماعيلي اسماعيلي قال له برضو مش عايزك خلاص معرفش ايه كلام من هذا قبيل عاب حميد بسيوني بيكلمني على مهند لاشين ده من السنة اللي قبل اللي فات بيقول لي ده لعيب جامد جدا عاب حميد بسيوني مدربه وكان نفسه انه يروح نادي الزمالك لعيب جامد جدا وبالتالي يا جماعة هي العين والرؤية والقدرة على ان انت تعطي الثقة لللاعب وتقول له انت مش بتلعب ولا اهلي ولا زمالك ولا تفرق معايا انت بتلعب في طلاق الجيش بتلعب في سموحة بتلعب في البنك الاهلي بتلعب في المانيا في نادي حتى في مؤخرة البونزليجة معديش مشكلة هتلعب وهتلعب اساسي وهديك الثقة بتلعب في يوتشاركب بتلعب في احمد ريف هتنزل وجيب احلى جنب في البطولة حسين فيصل احلى ترقيصة في البطولة وما نفزمتش في اول ماتش دا وليه في حياته فدي دي كلها رؤى ونخلص من القصة دي انا بقى كنت قاعد مع الكاتل حسين لبيب في مكتبه وقسامة فيصل بيمضي العقد بتاعه مع بنك الاهلي الزميل يعني الزميل اعلامي هاني هتحوت يمكن هو زائل مني معيني أسامة فيصل سوري هو زائل مني عشان انا قلت كده كلام لم اذكر اسمه فيه فاتكلم وانتهت القصة هو نفسه رئيس تحرير السيد احمد جلال قال له معلومة ان أسامة فيصل ماضي سنتين ثلاثة وكلام من هذا قبيل لكن هاني هتحوت من الشخصيات الاعلامية المحترمة اما تأكد ان المعلومة غلط طلع تاني يوم معتظر عن هذه المعلومة وهذا هو الاعلام اللي احنا بنتمنىها يعني لان انا لقو شكك في نية هاني هتحوت وسامة فيصل ماضي سنة وكان قاعد قدامي مع الكابتن حسين لبيب بيقول له يعني السنة الجاية ماجي زود لي عقدي شوية بس عقدي قليل قوي قال له يا سيدي قصر الدنيا وما تيجي احنا بقى الزمباط لك السنة خايف ماجي ما تزود ليش عقدي وكلام من هذا قبيل فانا روح تقيل له عسامة روح وانا متأكد انت اقسم بالله اقسم بالله العليا العظيم عسامة فيصل اقسم بالله عسامة فيصل قاعد قال قلت له اقسم بالله هتروح منتخب مصر وحيات ربنا تمام حد يقول لي كان المفروض مايروحش اعارة اه كان المفروض مايروحش اعارة زي محمد صبح ماكانش المفروض يروح اعارة انا بقولها لك اهو لكن خلق دي ما فيش فلوس ده رايح بتلاتة مليون اعارة وده لسه مواليد الفين وواحد يكتسب خبرات زي مصطفى محمد ويرجع وبالتالي راح لمدة سنة واحدة موسم عشرين واحد وعشرين عشرين اتين وعشرين على ان يعود اسامة فيصل في الموسم الجديد مع نادي الزمالك باذن الله وكل ما يقال على انه ماضي سنتين وثلاثة وعارة سنتين كل هذا الكلام عاري تماما من الصحة تمام خلصنا من القصة دي نروح لإيه تاني محمد صبحي انا بقول لكم انتها الصراحة وانا قلتها هنا قلتها هنا في ظل وجود اللجنة السابقة قلت ما ينفعش نطلع محمد صبحي بنية الاعارة واقولها لكوا تاني محمد صبحي بنية البيع يعني سوري طلع اعارة تقريبا بخمسة مليون ونص او سبعة مليون مش عارف تمام بس انا معلوماتي انها خمسة مليون مش سبعة تمام ولو انت عايز تفع على نية البيع تدفع عشرين فالناس قالت ده هيروح الاهلي ده خلاص فيوتشر او فارقه هيتفع مع الاهلي هياخدوا بعشرين والاهلي يدفع تلاتين وياخد محمد صبحي طيب طيب لا ده لازم محمد صبحي يوافق على نية البيع انا ما بحبش اضحك على الناس ومحش اشتغلهم انا بقول لهم الحقيقة ان ما بتيجي تمضي عقد زي مصطفى محمد كده ما بتيجي تمضي عقد انت كلاعب تبع عارف تفاصيل هذا التعاقد بيكون عقد ثلاثي ما بينك وما بين النادي اللي بيمتلكك والنادي اللي انت رايح رايح لمعار وانت كلاعب وبتكون موافق على بنود هذه العقد هذا العقد وبتمضي عليه زي مصطفى محمد مصطفى محمد راح باثنين مليون دولار مع وجود نية بيع قبل نهاية هذا الشهر لازم يتم إبلاغ جلد صراي يبلغ نادي الزمالك بتفعيله لنية البيع وفي حالة تفعيل ونية البيع وانه يبعث ايميل رسمي لنادي الزمالك لابد ان قبل نهاية بداية شهر سبعة يعني او قبل في نهاية شهر ستة في اول سبعة لابد ان هو يحط في خزينة نادي الزمالك اربعة مليون دولار وحتى الان لم يتم تفعيل بند بيع مصطفى محمد لجلد صراي حتى الان وبالتالي اللاعب ماضي على العقود دي زي بالظبط محمد صبحي يحق لفرقه شراء محمد صبحي بنهاية هذا الموسم دون موافقة اللاعب ودون موافقة نادي الزمالك تدفع عشرين مليون جنيه تاخد اللاعب لكن اللاعب ما تقدرش توديه اي نادي الا بمزاجه يعني مثلا هيروح هيروح فرقه جيت قلت له هتروح الاهلي هيقولك لا مش عايزة روح الاهلي انا مش عايزة اعود احتياطي لمحمد الشناو مش عايزة روح الاهلي هروح الاهلي اذا كان اطلع من زمالك فرقه والانتحاد عشانالعب وانا دلوقتي الحارس التاني في منتخب مصر هروح هاعد احتياطي وهيقولك لا هتشتروني بعشرين مليون جنيه هاعد معاكم فممكن ساعتها فرقه يقولك لا مش شري خلاص انا عايزة اشتريه عشان اكسب فيه عشرة مليون معا ان فرقه يعني في شركة ادوية مش فارقة مع المكسب قوي يعني وبالتالي كان بقى اللجنة بتقول في ساعتها وانا بتكلم معاهم يقولك ده مبلغ خبير خمسة وعشرين مليون جنيه على حس عرس مرمى لسه صغير كان كلامهم كده دي الحقيقة دي الحقيقة في كل الكلام اللي انا بقوله اشرف بن شرقي لعب مميز جدا ولكن حتى الان كان فيه عقود جياله من الدحيل القطري ومن اهل دبي على حد علمي على حد علمي ومع المولات موفقة في اللي انا بقوله لكم اكسم بالله اهل دبي كان ليه رغبة في شراء اشرف بن شرقي لكن بعد مشاهدة اشرف بن شرقي في اول مباراتين مع المنتخب المغربي المباراتين الاولى والتانية صرف النظر اهل دبي عن شراء او او التعاقد مع اشرف بن شرقي ورحوا تعاقدوا ملاعب من اوز باكستان حاجة زي كده معارل النظر النصر السعودي حياة كده يعني بلعب في الدور السعودي ويقال ان الدحيل القطري من الفرق ايضا اللي عرضه على نادي على اشرف بن شرقي انه يكون لعب متواجد معها اتمنى من اللجنة او المجلس الحالي ان هو يكون عنده القدرة على انه يجدد للعيبة المهمة في الفرقة منهم طريق حامد منهم مصطفى فتحي اه يعني في لعيبة مهمة جدا لابد من التعاقد معها منهم اشرف بن شرقي اتمنى يا رب ان شاء الله رزق سي سي ربنا قرمه وراجع سبحان الله ولو كان عندنا حسين فيصل بيلعب في نفس مكان اشرف بن شرقي كان ببلاش يعني مش بتلاتين ولا بربعين ولا بخمسين مليون جنيه في السنة حتى يعني ببلاش لكن هي يعني عين بتختار وخلاص نهارده الفرقة اتدربت بقوة والمستوى البدني قوي جدا عند مصر كارتيرون خصوصا بعد اجازة وصلت خمس ست ايام فراجعين الحمل البدني عالي وشيكابالا موجود ومحمود علاء موجود وطرق حامد موجود وكل اللعيبة متواجدة تعرفين طبعا ان كل اللعيبة بقت موجودة وكل اللعيبة يحق لي انها تكون متواجدة القادمة الا فقط طبعا شيكابالا اللي مذال حتى الان الاقاف يتبقى له مبارتين باذن الله ان شاء الله وهم تقريبا مبارتين القادمتين ليه نادي زي ما اعتقد مع المأولين ومع غزل المحلة في استاد القاهرة دي كانت كل حاجة عندنا النهاردة زي ما قلت لكم في البداية يوم الجمعة تونس وعمان الساعة خمسة وقطر والامارات دربي خليجي الساعة تسعة يوم السبت مصر والاردن الساعة خمسة والمغرب والجزائر الساعة تسعة واخدوا بالكم مطش تقيل جدا 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 بين المغرب والجزائر يعني مغرب والجزائر كده يعني مطش بيبقى سخن ما بينهم يعني مش عايزة اقول مطش سخن مطش المغرب والجزائر هيبقى مطش سخن طيب دي كانت كل حاجة عندنا النهاردة تعالوا نطلع ليه فاصل ونستقبل بعديها كاباتن مصر كابتن جمال حمزة الحريف والموهوب كابتن أحمد عيد عبد الملك الحريف والموهوب نتكلم في الكورة في تفاصيل التشكيل في أداء منتخب مصر حتى الآن في تغييرات كارلوس كيروش في أداء اللعيبة الجدد في تشكيلات كارلوس كيروش في وجود لعيبة في بعض الأماكن مش أماكنها ويعني تقييم للدور دوري المجموعات لمنتخب مصر وتصدره لهذه المجموعة بعد الفصل تألق لافت للنظر لنجوم فريق الكرة بنادي الزمالك خلال مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس العرب نسخة 2021 التي تحتضنها قطر في الوقت الجاري وساهم نجوم الزمالك حتى الآن في سبعة أهداف مع منتخبات بلادهم بمنافسات كأس العرب ما بين تسجيلها وصناعتها وتمكن سيف الدين الجزيري من قص شريط تألق نجوم الزمالك في كأس العرب بتسجيل هدفين لمصلحة المنتخب التنسي في شباك نظيره الموريتاني في لقاء الجولة الأولى قبل أن يسجل هدف تأهل نصور كرطاج إلى ربع نهائي في شباك الإمارات ومن ثم الانفراد بصدارة هداف المسابقة قبل مواجهات اليوم الأخير من عمر الدور الأول وساهم أحمد فتوح في انتصار منتخب مصر على حساب نظيره اللبناني في افتتاح مشوار الفراعين بالسباق العربية بعدما تحصل على ركلة جزاء سجل منها منتخبنا القومي هدف المباراة الوحيد وصال وجال ثنائز زمالك أحمد سيد زيزو ومحمود حمد الوينش في مواجهة مصر والسودان وسجل كل منهما هدفاً في الخماسية التي أمطر بها أحفاد الفراعينة شباك سقور الجديان في لقاء جولة الثانية كما استطاع نجم المنتخب المغربي أشرف بن شرقي من صناعة أحد الأهداف الأربعة لمنتخب أصود الأطلس في مواجهة المنتخب الأردني بمنافسات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة نجوم الزمالك واصلوا التواهج في سماء قطر وتلقلقوا في العرس العربية وأثبتوا جدارتهم بالمشاركة الدولية مع منتخبات بلادهم ويرجعنا لكم مرة أخرى ورحب بضيوفي اللعيبة الكبار المحترمين كابتن جمال حمزة كابتن جمال إزاي كابتن خالد إزاي أخبارك إيه؟ الحمد لله كله طبعا أنا قلت ابتأ بالفاتح عشان الكورسي عمل كابتن كبير كابتن أحمد كابتن أحمد كابتن خالد عمزة أخبارك إيه؟ كسر الدنيا أنت لسه كذبان اتحاد الشرطة طلقت معي بعدية بيومين كسبت اتحاد الشرطة أنا بقى لي ست لمشارت بك سأبخلي بالك من قبل مطلع معاك كنت طلقت قبل كده مع ابول عيلا باني ولا مع عشاني طب خلي بالك بقى مع ابول عيلا خلي بالك ما هو ما تطلعش مع عشاني بقى سأبخل مع ابول عشاني بقى نبتدي معاك يا جيمي تقييمك لمنتخب مصر النهاردة ونتكلم بقى لكل المشارت وكل عاجبا بس تقييمك للمنتخب النهاردة من بداء للنهاك يعني والله بنقول مبروك بصراحة على الاداء من بعد الهدف اللي دخل فينا الاداء بتده يتغير بتده يبقى فيه جرأة هجومية بتده يبقى فيه ثقة من بعد الهدف يعني الاول حوالي تلاتين اتنين وثلاثين دقيقة كان المنتخب الجزائري هو المسيطر اكتر مباراة ممكن يكون مفهاش فرس كتير يعني هي المباراة فرستين هنا وفرستين تلاتة هنا وفرستين هنا ده طبيعي بيبقى في الماتشاط دي الماتشاط المفروض ان هي مباراة مباراة محيش ولا فرصة يعني ولا كرة في العرضة لا مفيش يعني هي ممكن يكون الفاول تاع ابراهيمي الشوطة تاعت النصافة تحيي الكرة تاعت الوينش قدرها ما قدرهاش كويس اللي هي كان عايزي لعبها وميجدش في رجلو يعني اعتبر فرص انما احنا من بعد الهدف بصراحة كانت لنا ثقة مسكنا نص الملعب تغيير برضو فرع معنا بشكل كبير طبعا بعد اصابة ايمن اشرف طبعا اتمنى له السلامة كل ايمن اشرف مش مكانه فممكن ما يكونش تغييره مؤثر او ما هو ده لا ده اثر حجازي مؤثر هو اثر معنا للافضل بصراحة لان انت تخليت عن الشكل ده ونسيت مصطف بالضبط نزلت مصطف فتحي بقى عندك اتنين عندهم جرأة هجومية اللي هو حسين فصل ومصطف فتح فده خلنا نبقى عارفين نمسك الكرة اكتر وهو ده اللي ما كانش متواجد طبعا في هو دايما اشرف لانه مش مكانه راجل يا مدافع يا سعد بيلعب باكلفت فان انت هتلعبه تالت في نص الملعب انا شايف ان هي يعني من الحاجات اللي برضو بيعملها كروش كده مش مفهومة يعني انت اواخد معاك ناس في وسط الملعب ومعاك مهند لاشين طب انت اواخد مهند لاشين ليه عشان المفروض لو فيه هتلعب بتلاتة في نص الملعب تحطه تحط زيزو مثلا ناحية اليمين يعني عندك اختيارات كتيرة انت رحت للاختيار الدفاعي انت فجأة بقوا التلاتة الغالب على الطبع بتاعهم اللي هو ايمن اشرف محمد فتح معامر السلية جانب دفاعي اكتر ممكن السلية الى حد ما شوية اللي ممكن يبقى عنده مقاومات هجومية انما ما ما بقاش فيه شكل في نص الملعب يا ما تقداش تسلم واحد الكورة وانت متطم ان هو هيستلمها صح ويسلمها صح. عندنا مشكلة كمانة اه جيمي في محمد شريف. نايم. مش موجود. مش موجود. ما هو انت برضو يا كابتان خالد ما تلعبنيش في حتة مش بتاعتي. وانا موفق. وبعدين تطلب مني حاجات انا مش يعني مش افعلها. عم بتكلم على ان 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 محمد شريف ما لعبته في حتة دي وايمن اشرف لعبته في حتة دي. احنا بنقدي والحمد الله يعني دخل فينا جون اه نوع باي لك. اه طبعا لا جون في توفية طبعا اه. الجونين النهاردة فيهم لك غير طبيعي. اه في توفية طبعا. حتى حتى ضربة الجزاء. اه فيها توفية طبعا. بوحليك خلاص تقريبا هيمسكها. اه. ربنا عامر السلية ربنا عايز كافء ان هو هو اللي جابها. وعمل مجود كويس. وربنا قرمنا ان احنا انها جات. فهي بس هي دي اللي كانت. اه طبعا يعني فيه فيه توفية كبير يعني. انا شايف انه نص الملعب كان متاخد مننا بشكل كبير جدا. انما يحسب لكيروش زي ما انت قلت وانا اسمعتك ان انه ابتدى يورينا لعيبة. احنا بصراحة يعني ما كانش حد لو احنا عادينا احنا التلاتة بنتكلم. اه. عمر ما حد هيقول يا حسين فصل لازم يروح للمنتخب. او عمر مرموش مسلا لازم يروح للمنتخب. زي الفصل لو موجود في الزمالك دلوقتي. مش هيلعب. ما كانش زمانه ممكن يكون لعب مسلا دي او. مش هيلعب. ده لو لعب يعني مش هيلعب خالص ما هو ده اللي احنا كنا لسه بنتناقش فيه. ممكن عمر لو كان فضل عمر كما لعب ده واحد كان ممكن. ممكن ملعبش. ممكن ملعبش فعلا. اه. ممكن يلعب المطشاك كلها. فانت برضو يعني اه رفعت لما كان موجود. ما هي تبقى قناعات مدرب وجهة نظر المدرب مقتنع بالعيب. انا عندي اه اه حاجة انا مقتنع بيها. المدرب لما بيبعايز يلعب العيب. هيلعبه غصبا عن عين اي حد. لما بيبع مقتنع بالعيب. هو شايف. هو ده كده. بس. ايو. معلش يا جمال. معلش. انا 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 عايز اتكلم في نقطة لانها انتشرت جدا جدا يا احمد. هروح لك وارجع لك ده انا جمال. طب. دشرت جدا يا احمد الفترة خيرا. احنا ودينا احمد فتوح من ثلاث سنين سموحة. صح? راح المنتخب. صح ولا? مم. وديت مستوى فتحي سموحة. راح المنتخب. مم. احمد ياسر ريان مسيماني ما بيلعبوش. راح طلع السيراميكا. راح المنتخب. تمام? مم. احنا مم. يعني انا عايز اعرف ايه رؤية المدير الفنين في مصر. وايه يعني ما ده بيدل. ده بيدل. انت عندك اللعيب اللي انت بتخليه عندك. بتخليه عندك وبيلعب. والاحتياط اللي احتياطي بتاعه اللي بتطلعه. هو اللي بيروح للمنتخب. واللي عندك ما بيروحش للمنتخب. طبيعا يروح للمنتخب عشان بيلعب. طب انت عندك بيلعب. في الزمالك وفي الاهلي ما بيلعبش. بيلعب. عندك الاساسي بيلعب. ايوما الاساسي بيلعب. يعني انت دوقتي ما يكون عندك باكلفت. وعندك اتنين باكلفت هو التالت. اما ييجي واحد باكلفت بيلعب في الزمالك او باكلفت بيلعب في الاهلي او راس حربة بيلعب في الاهلي هيبقى احسن راس حربة بيلعب في سراميكا او باكلفت بيلعب في سموحة ما عادي هو هو كل العيب ما انا كنت بروحه منتخب مصر وانا في حرص الحدود ما انت مش فهمني برضو انا بكلمك رؤية المدارين الفنيين انا بقى شوف لا العيب ده انا مش في احتياج لي فطلعه يكتسب خبرات واعارة وبتاع انا عندي الجامد انا عندي الاساسي تمام الجامد ما بيروحش ولا انا مطلعه هو اللي بيروح. ايو ما انت طبعا عندك واحد واثنين وتلاتة. ماشي. ايش معنى التلاتة بقى بيروح. وهي ما هي ظروف يا كابتن. هو بيلعب. لعم الظروف. دي رؤية مدير فني. هو بيلعب. ايو ماشي رؤية مدير فني ماشي ما انا معاك. ما هو اللعبة ديت كانت تلعت اعراض قبل كده. ولعبه موفقوش يعني. حسين فصل تلعى طنطة. لعب اربعة مكشات في السنة كلها. بقول لك بقول لك احمد. احمد. قلنا معلش يا ناس مش عايز. اه يعني روح تنادي بنفس على الهبوط. غير ما تروح نادي جماهري. اه طبعا. اه طبعا. اه طبعا. اه طبعا. ايه. فروقات كتيرة. طبعا. ايو ماشي. انت لو جبت ميسي بيلعب في طنطة. ايو ماشي. انا بكلمك. هي شخصية لعب. ما انا لعبت في اسوان يا كابتن وكنا بنها نفس على الهبوط. وكت ماشي بشكل كويس. ايو ماشي. انا بكلمك بقى فهو. هي 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 ظروف لعيب. وهي شخصية ل اللعيب. وهي اه قناعات مدرب. ممكن مدرب يديك ما يديكش. تبقى موجود مش موجود. يا احمد انت مش فهمني. انا بقول الراجل ده بيين لنا. اني مفيش فروق بين اللعيبة. اللي انت بتطلع اعارة ممكن يكون احسن من اللي موجود عندك. ما هو ده ما هي مصر كلها كابتن. مصر كلها ملينا مواهب. اللعبة ما بيلعب كتير. قريبين. انا انا بعد انا بعد المشاوة الارضة يعني اللي شايفه ان الراجل بيعمل زي الدول الكبيرة. انت لازم يبقى عندك قاعدة لعيبة كبيرة يوسع القاعدة. انت النهاردة محمد صلاح مش موجود. مصطفى محمد مش موجود. مش عارف مين مش موجود. فيبقى عندك اللعيب رقم اتنين ورقم تلاتة ورقم اربعة. لعبة صغيرة. ولعب ودخلوا احتكاك. النهاردة حد اتوقع اللي احنا نبقى ند بعد ما تتأخر من منتخب الجزائر. مع منتخب الجزائر. طاقة اللي انت ترجع وعندك ثبات. ولعبة صغيرة كتير جدا. ومغير تلاتة الشوط الاولات. اتراري. ايه. اتراري. ايه. اتراري. ولعبة. فيه لعبة اول ماتش دولي. ولعبة تاني ماتش دولي. ولعبة تالت ماتش لها دولي. فمجموعة كبيرة جدا. فزل الشغل يقول. الكلام ده كله اللي موجودة كابتن. انا بحيي الراجل طبعا. بحيي جدا. طبعا. بحيي جدا. اه. فيه لغباطة في التشكيل وفيه حاجات ممكن تبقى صعبة على اي حد. بس هو الراجل اضرب كل حاجة هو بيعملها. هو الناس هو اللي عايش مع اللعبة اللي موجودة. فيه لعبة في المنتخب يعني احمد رفعت من الماتش اللي فات كويس. النهارة ممقاشة خالص. ممكن تلاقي الماتش الجايي يا زيسي. اه. اه. ممكن تلاقيها. اه. على حسب احتيا系وة في الماتش. ترف معاك شوية. فيه يا كبت? احمد رفعت ما كانش كويس الماتش اللي فات. عبد رفعت. جاب جان حلو جدا 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 جدا. وبعد كده دخل عليه كزا مرة. الماتش اللي فاتل شميقاياس. اه. لا. هو جاب جان حلو قوي. وبعد كده اتخبط في رجلو كزا مرة وقع ورى بعض كزا مرة. وبعد كده ما بينشت او في الماتش. اي من نجوم الدوري للفترات اللي فاتت من السنة اللي فاتت والسنة دي والسنة من الاتحاد والمصري وبعدين في يوتشار السنة دي هو لعب مهم وخلي بقى لك أحمد رفعت في الفترة اللي قضاه في الزمالك ما كانش كويس خالص فالطبيعي اللي هو يطلع بقى الطبيعي هتقول لي بقى دي عين ما هو فيه لعبة كتير يا بتيجي وتمشي وتبقى الناس دولاتي قيمة ومش قاعدة جمالة على حسين فصل ازاي انت في قطاع الناشئين انت والشباه في الناس كان معايا في الفريتي في ريتك اللي انت بتمرنها طب ايه بقى القصة جمالي بصراحة القصة بصراحة انه اللعيب زي ما احنا لعبنا كلنا لعبنا عندنا كان 18 سنة و 17 سنة و 19 سنة اللعيب ده ما بيوصل لمرحلة معينة اللي هي 20 بقى 21 خلاص بيزهق ما بيلعبش وما عندوش امل كمان هو يلعب انا سمعت ان هو قعت شهرين في البيت ومرضيش يجي تدريباته يا كابتن خالد لو احنا بنتكلم احنا التلاتة هوا مع بعض برضو بنتكلم بالعقل حسين فصل موجود ده بيلعب مكان اشرب بنشارك هل تقدر في السنتين اللي فاتوا دول تلعبوا مكان اشرب بنشارك لا بس اللعيب برضو في دماغه كده بس ممكن اقعده من ضمن الخمسة اللي هيتأيده في تسعة وتسعين هجيه بقى قناعات المدرب واللعيب عايز ايه ما انا اللعيب با هتقعده كان هيلعب كنت هتلعبه لا طيب طب وبعدين وانت هتفضل ما اعاده وبعدين بس ازاي انا برضو المفروب بقى دي بقى اطلعه ازاي رؤيتي انا مش شايف الموهبة دي؟ لا رؤيتي اطلعه ازاي بقى يعدى يطلع اعارة هي دي النقطة انما هخليها عندي وانا مبلعبوش مستفيد ولا هو مستفيد هو مش من الخمسة فالقرار في ايدي اللعيد بالزبط طبعا ما هو مش من الخمسة اللي بتايده فالقرار في ايدي اللعيد لازم اعيده حطه ان انت خليته مش من ضمن الخمسة ايوا ماشي ما هو دي قناعات مدير فني ما هو مش ما ينفعش المدير الفني بس ياخد القرار بقى هي ما ينفعش طبعا افرد المدير الفني ده هيمشي بعد مطشين افرد عمل شرط جزائي ومشي انت حاطت المدير فني ممضيه ثلاث سنين يبقى هو الراجل متحكم اول اخير ثلاث سنين ده ممكن ايدي ايوا انا بقول لك هو ده انت بتتكلم لأ في عيد بص عيد اللعيبة برضو بندير فني مش قليل فبتقعده بتقوله كذا 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 هو مش عايز اللعيب معايا فقا مش هتكبره اللي هو يبقى لا مش هتكبره ايوا مش هتكبره بس ده موجود معايا في نادي الزمالك هطلعه هقيده هطلعه افكا حصلت قبل كده مع كذا انت كام لعيب تسعة وتسعين كابتين خمسة لا انا بكلمك كام لعيب في الفرق اللي تحت كتير كتير فهو هاخد خمسة من كل ده هو ايد احمد زاكي باكلفت ايد احمد زاكي باكلفت ايد سيف فاروق جعفر ايد واحد اسمه سيد نمار ويوسف وصامنا بي ايد واحد اسم محمود حمدي او محمد واحد سردباك واحد بلعب سردباك سردباك حمد علاء وواحد سردباك كمان مش عارف مين اه يعني هما دول الخمسة اللي تأيدوا محمد علاء ده تفندر كل دول كويسين على فكرة يعني كل دول كويسين ما هي دي المشكلة ان اي واحد من دول لو تلقى عارة هيلعب وهيبقى كويس وممكن تلقى في المنتخب بس انت عندك في الاندية كلها مش في الزمالك بس على فكرة بتبقى في تخوف كبير جدا من اللعيب اللي هو طالع صغير وهيلعب في الدرجة الاولى ما عارفش ليه الموضة دي بقت موجودة بس يا جمال القصة بالنسبة لجمهور الزمالك وحسين فصل ملاعب مطشين ما هو لعب قدام السيدان يعني عمل جون ورقص ترئيسة وجاب جون وبتاع خدمانه وفزمالش وكده لأ عنده شخصية عنده شخصية في الملعب ما هو النهاردة اللي كان بيبين ومولد اللعبة الكبيرة بيوقف المطشة دي يعني انت اللعب الكبير بيطلع ببقاءة احمد بدون ذكر اسماء فيه لعيبة وبقالها التلاتين اربعين مطش ما عنداش نفس الشخصية بتحت السين فصل كدولية يعني عنده شخصية بيعرف يقف عالكورة بيعرف يستلم بيعرف يباصي هو اللعب اللي بياخد الكرة ويروح على المدافعة مش موجودة انا قلت لك ايه اللي احنا طريت لعبنا اتغيرت او بقى عندنا ثقة ليه لما وصف فتح نزل بقى عندك مصف فتح وحسين فصل بياخد الكرة ويه روح للمدافعة فهي دي اللي بديتك الثقة واحدة ولا سمية مش موجودين اساسا انت عندك تلاتة اربعة اللي بيعملوا القصة دي هم خلي بالك هم موجودين في المنتخة اللعيبة المحترف زيزو 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 احمد رفعت اه بالزبط رمضان صبحي رمضان صبحي بن شارقي بيعمل القصة دي يعني صف فتحي اه انا برضو يعني حتت اه موضوع ان رمضان في المنتخب دي انا مش مش عشان في ويوتشار عصد عشان بيرامنز في افريكا لا هو الراجل اللي واخد كرر قبليها اه من قبليها بس هيخده اعتقد يعني رمضان فرصه في التواجد موجودة يعني ابراهيم عادل ابراهيم عادل طبعا العيبة مميز طبعا العيبة مميز بس هي في الاخر برضو يعني برضو خلينا نتكلم بالصراحة هل حسين فصل في المستوى ده يعني التوب فورم بتاعه هل هو لما المنتخب يكمل هيلعب اه هيلعب انا اعتقد اللي هو هيبقى موجود ممكن يبقى بديل اه ممكن يبقى بديل ممكن يبقى بديل بتتكلم في عمر مرموش محمد صلى الله عليه هينافس رمضان صبحي وعمر مرموش واتريزيجيرا وانت بتحط محمد شريف في الناحية دي بس الرجل خدو بالك خدو بالك تفكير نحن من الهيستوري بقى والتاريخ وبتاعه الرجل ما عندوش القصه دي ليه ما عندوش القصه دي الرجل ممكن يلعب حسين فصل على اي حد طب انت جدت عمر مرموش لعيدته على اي حد ممكن يلعبو على عمر مرموش وممكن يلعبو على وممكن يلعبو على بس مع الراجل في هاتة اللي هو بيلعب بالفيرويد دي وينجي دي صعبة بالنسباني وفيرويد كمان لو محمد شريف اه محمد شريف اه سواء لا هو بيعملها كده على طول ايوه بحط مروان بيحط ياسر ريال محمد ياسر ريال على طول بيحط فيرويد صريح والفيرويد اللي جابه ايه عبطرف بس خد بالك محمد شريف طول عمره هاف ليفت و هاف رايت هاف ليفت ولاب معايا من 3 سنين اما راح الاهلي فقط قابليها في ام بي لعب شوية لا هو اما راح الاهلي فقط لا كده يلعب في حتة دي لا اول ما راح الاهلي كان بيلعب وينجي ومشي من الاهلي عشان هو بيلعب وينجي بزبط مع كده انحلم ترال لعبه في راس حرب وبعد كده وبعد كده رجع الاهلي رجع الاهلي راس حرب هو رجع النادي عفك رجع الاهلي اما رجع الاهلي برضو قعد احتياطي لا لعب وبعد كده قعد احتياطي لما جيه وتعجونا لا وكان قابلها بينزل وما فيش قناعة بيه قوية لكن طب هنا السؤال برضو عيد انا برضو مروان حمدي الناس بتقصوا عليه قوي تعارف راح راجل كتب تويتايا والعمل حاجة على الانستجرام من كتر مدايق من الناس اللي ماينفعش يروح المنتخب ماينفعش لازم يتغير معرفش ايه طب مروان حمدي انا موجة نازرش الشوط الاولاني بيعمل ضغط على البتاع بيحاول بيجري بيضغب بيطلعب بدماغ طلع ومحمد شريف راح مكانه في الرأس حربة محمد شريف الشوط تاني برضو مش موجود صاح ولا انا غلطان انت هو دخل في وسط المنظومة محمد شريف عشان نتكلم بصراحة هو اخف شوية من مروان في الحركة كمان في خبرات افريقية والفترات اللي فاتي انا بكلمك بقى صراحة وبكلمك كور والمنتخبت مروان عند مشكلة واحدة بس معاه اللي هو بيخسر الكورة تحت ضغط بسهولة دي مشكلة برضو عند اي فروا فروا المنتخب مصر لا انا ما هو فيش غل مصطفى محمد بص معلش انا لو بالطريقة اللي بيلعب بيها الراجل دي محمد شريف لا يصلح انه يلعب في الطريقة دي انا بقولها لك انت بتلعب اربعة تلاتة تلاتة يعني لازم تلعب رأس حربة سندوق رأس حربة اللي هو زي زي فلافيو زي حسام حسن زي عمر الزاكي زي عماد متعب زي زي مصطفى محمد زي عمر السعيد يعني جمال حمزة ما ينفعش يلعب فيها ايه؟ مش هارا والله يا جمال ما يلعب فيها لا معدارش يلعب يعني فيل وتصريح يلعب رأس حربة تاني ساكن اللي تحتيه انت فيل وتصريح عين عين مش هده مع تلاتة تلاتة شاربعة تلاتة تلاتة دي بتلعب ونجليفت ونجريت اه بيكون دورهم افرات للحربة لا مش مش شرط ليه؟ أنا بلعب اربعة تلاتة تلاتة في الفرقة بتاعتي اللي مسكها بلعب الاتنين الوينجين بلعبه من قلب الملعب ما بلعبهش من ايوه بلعب فيروض وزحتي الاتنين من جوه ايوه أنا هو بلعب اربعة تلاتة تلاتة اربعة صريح بلعب ونجليفت ونجريت فلازم يعتمد على لعيب زي أحمد ياسر ريان زي مثلا كوكا زي مصطفى محمد ده هو الأساسي زي عمر السعيد لعيبة اللي هي مصافاتها رس حربة مش مصافاتها متحركة هي لها برضو يعني خلي بالك لها الشقين الشق اللي انت بتقول عليه ده تماما موافقك فيه بس انت هي المشكلة لو انت لعبت بطرفين بقى اللي هم طرفين طرفين اللي هو زي النهاردة مثلا في الآخر حسين فيصل ومصطفى فاتح جوه الثمنتاشر هو ده اللي ما خلاش محمد شريف يبان ان ما فيش غيره هبتلاقيه في الآخر لما بتلعب كروس حتى لو عملت كروس لو اتعمل يعني ما بقولك لو اتعمل هتلاقي محمد شريف يبقى بتظلمه ليه مروان حمد ما هي هي من عشان كده بقولك ان كيروش بيحط راس حربة تاني في الحتة دي ليه عشان يبقى عشان يخش يبقى عندي اتنين يقدروا يشتغلوا في الكرات العرضية ان انا المفروض اشتغل كرات عرضية كتير بالزبط فهبقى مركز في ناحية اللي هي مفهاش الفرود التاني يعني لو حاطت محمد شريف المفروض ناحية الشمال يبقى بيدوم تحت مروان واشتغل الناحية التانية هي دي اللي تعملي العرضيات المفروض اللي هي ناحية اكرم توفيق ومصطفى ده اكيد اكيد وجهة نظر كده احمد طريقة اربعة تلاتة تلاتة هل طريقة اقمن من اربعة اتنين تلاتة واحد انا بحس يعني من ضمن مشاكل الزمالك مثلا ان الوينجات ما بيرجعوش تفهم قصدي بيعتمدوا وده بيخلق مساحات في ظهر نادي الزمالك لان هو دايما بيبقى مندفع وعايز يجيب الجوان وبتاع فعندنا اللعبة حريفة اوي والحريف اوي بيكسل يرجع صح ولا يا جمال طريقة اربعة تلاتة تلاتة دي بحس ان فيه توازن يعني بحس ان كل واحد مسؤول عن واحد ميلة اكتر لبحس دي هي اقمن طريقة واحسن طريقة كل فرق العالم الكبيرة اللي بتلعب كرة حلوة بلعب اربعة تلاتة تلاتة سواء منشستر سيتي برشلونة في الزم اربعة تلاتة تلاتة ريال مادريس حاليا اربعة تلاتة تلاتة اي فرقة في العالم كبيرة ليفربول ايكس ده هولندا كل تلاتة تلاتة اي انا بقولك كل الفرق الكبيرة بتلعب كس انا واحد من الناس اللي بحب اربعة تلاتة تلاتة جدا ليه بقى هي فيها توازن ولو عايز تلعب تشكل في الثلاتة بتلعب نص الملعب هتشكل لو انت بتلعب ماش هجومي ممكن الاتنين اللي بيلعبوا تمانية اللي قدام الراجل الديفندر ممكن تحطهم مواصفات هجومية في بعض الاوقات يعني انا مثلا في فرقتي بقى لعب اتنين من جوه الملعب اللي هما تحت راس الحربة في الحتة الدفاعية اوقات كتير بخلوه منزله يدفعوا على الديفندرات اللي هما الديفندرات بتوع الفرقة العكسية والراجل اللي بيغطي مكانه اللي هو الديفندر التلاتة في نص الملعب يغطي ناحيته ناحية الشمال او ناحية اليمين فده بتبقى ميزة في التوازن وميزة اللي انت تريح الناس اللي بتلعب معاك واحنا في 2014-2015 مع عفريرة كنت بلعب انا وايمن حفني كنا بنلعب وينجين انا ناحية الشمال وايمن ناحية اليمين بس كنا بنلعب من قلب الملعب وكان مخللنا معروف يوسف ومخل احمد توفيق او عمر جابر بس انتو عندكو المواصفات دي عندكو المواصفات اللي هو ان انت مش وينج يعني انت ايمن حفني مش وينج ليفت وانت مش وينج رايت انت العيب بتلعب بيمينك وشمالك وتخش على جوه ايمن حفني بيحب يخش جوه لكن فيه لها بيخدو الخط بس زيزو مثلا زيزو مثلا خط بس عمر مرموش خط بس رمضان صبحي فهم او عزي رمضان صبحي يعني فيه لها خط بس انا شايف هو يعني لو بتتكلم عن نس زمالك انت عندك اصلا الاوراق اللي انت تلعب اربعة ثلاث ثلاثة دية افضل بكتير لانت عندك كمان مشكلة في الديفندرات فهم او عزي فانت تلعب بتلعب بجابها يمين يعني وينج ليفت هاف ليفت باك ليفت وينج رايت هاف رايت وينج رايت فتخلى بس تتخلى لانت عندك مشكلة في رجوع بعض اللعيبة حمزة المسلوسي زيزو مصطفى فاتح ناحية اليمين اه مسلا اخيل انا بقولك دي جابها اه بالزبط انت لو بتلعب حتى ناحية الشمال عبدالشافي فتوح تالت في نص الملعب اه قدامه اشرف من شارع برضو جابها بالزبط انت عندك اوراق كتيرة تقدر تشغل فهي اربعة تلاتة تلاتة من احسن خطط اللعب في العالم توازن دفاع وتوازن هجومي حتى الدفاعية ممكن حتى لو بتدفع بالسبعة بس والتلاتة انت خسرانه قدام بدل ما تبقى خسرانه اربعة شخصية المتخب عجباتك النهاردة اه طبعا طبعا بقى انه فترة كده من ماتش السودان للماتشيطة للشوت الاولاني في لبنان مكناش برضو وحشين يعني فيش لا فيه فيه كمان جمهور فارق معهم اه طبعا لا وفيه روح فيه روح يعني دي باينة جدا شخصية وروح بنت قوي بعد المدخل في الهدف انا حاسم ان الجمهور فارق معهم اكيد لان اللعبة دي ما بتلعبش قدام جمهور خاص ايو اكيد طبعا انا كنت انخلق الجمهور بيفرق طبعا اكيد الجمهور وانت يعني اربعين خمسين في المية الجمهور بيخليك سبعين ثمانين في المية مم ده ده وضع طبيعي انه عشان كده لازم الجمهور يرجع عالدور المصري لازم طبعا بيدي بيدي يعني افضلية للاندية الجماهيرية مم فدلوقتي كله بقى يعني كله شواخ بعض انت كله ما فيش حد بيتفرق هتفرق جامد صح فمع الاندية الجماهيرية لا بتفرق يعني انت ما بتلاعب مثلا اسماعيلي في اسماعيلية مم طبعا مرعب اسم مصري في برسعيد نفس القصة محلة محلة خطبارك الفرق الكبيرة اللي كان بتنفس زمالك والاهلي نزلت للنص بقية جمهور يعني انت ما تروح تلعب الرجاء في الرجاء المغربي او الوداد او الترجي او النجم السحلي الفرق دي لو روح تلعبت قدام خمسين ستين الف طبعا غير هم ما يجوا يلعبو يلعبوك قدام خمسين ستين الف في الاستاذ القايرة لا الموضوع طبعا بيبقى مختلف تماما فاكيد الجمهور اه ليه دور بس الدور الاكبر شايف انه الجهاز الفني زي ما قال عيد طول ما هو اه مدي امل للعيبة كلها الناس كلها عايزة تثبت نفسها الناس كلها عايزة تطور من نفسها كله بقى خلاص شايف انه اه الباب مفتوح للجميع ايوة الباب مفتوح ما فيش حاجة اسمها انا بلعب في زمالك ممكن العب في المنتخب اساسي كمان خد بالك حجازي ما كانش متاخد هو المفروض امام عشور اللي معاهم اه بزبط يعني فهم قصدي المفروض امام عشور هو اللي متواجد معاهم فييجي يتحط حجازي فحجازي يلعب فمين اللي احتياطي في السردبكات ايمان اشرف اخرى جاب لحجاز واحمد ياسين بزبط ايمان اشرف حجازي الاساسي حجازي والونش فييجي ايمان اشرف واحجازي يلعبوا هم الاتنين فالاتنين يتعوروا فما يفضلش مكان تباك غير احمد ياسين هو الوحيد اللي ينزل في المكان ده مفيش غيره ودي اول مرة ليه قدام الجزائر يعني ولا لعب قدام سودان ولا لعب قدام لبنان فطبعا حاجة تخد موضوع اللي بنقول عليه اللي هو اللعيبة اول ماتش ليوم دولي وبيقديوا قدام الجمهور كان كويس احمد ياسين اه كويس طبعا في حاجات لسه بدري خد كرب سيدرو كده اول ماتش ليه جماهريا بتلعب تحت الجمهور كبير خده طبعا وملعب واجواء وماتش مع الجزائر كمان مع الجزائر وكمان في ميزة بقى في المنتخب المصري دايما يا كابتن احنا في البطولة المجمعات كبيرة دايما بنبقى كويسين صح ومركزين بنعيش الاجواء كمان هي فرصة كويسة للعبات ديت تبقى موجودة ممكن حد من اللعبات اللي اول مرة تلعب ديت يعني انت لو صادفك انت هتقابل حد من المنتخبات ديت تروح تلعب في ملعبهم بجمهورهم للساد مقفول هل مشكلة كبيرة غياب اقرم وحجازي وايمن اشرف ها اكيد اكيد حجازي اعتقد اكتر يعني احمد ياسين هيكون مكان حجازي بس مش هيكون عندنا سردباك احتياط اه بزبط لا في سردباك احتياط مين في حد من تقريبا من فيوتشر تالت لا 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 هو احمد ياسين مروان داودة بلابي مروان داودة باك لفت محمد عبد المنام محامد على الصاق محامد عليه اقصر وعب كويس جدا هو سردباك فيوتشر ولو ليعب هيبقى كويس ملاد دا اعتقد ان هو المكن اللي ممكن يعني من expected عل kings وحجازي لانه دايما صاح دايما اللعيب الجديد لما بيبقى مهاجم يعني مع عاشية نصل الملعب بودلاء كتير هماركمال عبدالواحد ممكن يلعب مكان اقرب مش غير ماصدي ممكن زيزوlev المهاجل ممكن لو وحش المهاجل مش هيقصر المهاجل المهاجل بس النهاردة ما كانش عاجبني بس هي شكل كان يعني بيلعب وهو مش سليم مية في المية لو خده جات له شد بعدها دي ده خد اللعب أنا قصدي حجازي هو لعب كبير وخبرات وكل حاجة في كذا واحدة اللي هو حاجات سهلة بيروح شغيلها واحدة دات مش حجازي هو مش في التوب فورم يعني قصدي طيب هنطلع ليه فاصل نرجع نكمل حوارنا مع كابتن أحمد عيد وكابتن جمال حمس ورجعنا لكم مرة أخرى طيب مين البداء اللي انت شايفه ماتش اللي جاي ماتش الأردن وشايف ماتش الأردن إزاي بل انا شايف انه ماتش صعب مش ماتش سهل خالص وكاد فيه خناقة ان احنا ملعبش المغرب احنا وجزائر اكيد لانه طبعا منتخب المغرب انا شايف انه هو من اقوى المنتخبات اللي موجودة في البطولة دي وجهة نظري فاعتقد ان انت لو يعني انت الحمد لله منتخب مصر باعد عن المغرب بس مبارات الأردن مش سهلة يعني مش منتخب سهل ان انت تنازل المباراة عارف ان انت هتكسب ماتش المغرب اللي اتغلبوا فيه تلاتة على اربعة ده ماتش مش مكياس مش مكياس طبعا طبعا مش مكياس فلازم فيه تركيز ولازم نلعب نفس الروح ودي حاجة مهمة جدا بحقي الجهاز الفني عليها انه بقالنا فترة كبيرة ما كانش فيه الروح دي رغبة الفوز دي او رغبة ان انا ارجع تاني للقاء وانا خسران من الجزائر ومباراة على تحديد المراكز وفيه جمهور فكل دي دغوطات على اللعيبة في النوا انا شايف ان ده انا جاه من البدائل بقى شايفها في الماتش ده البدائل هو يعني اعتقد ان هو هينهي يعني هيبدأ زي ما نهى يعني انت عندك مكان اكرم اولي تشكيل مكان اكرم عمر كمال عبد الواحد تمام مكان حجازي احمد يسين الاتنين اللي في نص الملعب هم هم حمدي فتحي ومعهم عمر السلية ممكن مباراة اللي جاية ممكن يبقى زيزه ثالث اه يعني افضل افضل عشان يكون عندك واحد بيعني ميال قدام شوية اه اه كان الواحد الهجومية بقوش التلاتة عندي اه بيدافه قدام هيلعب مصطفى فتحي هيلعب مصطفى وحسين فيصل ومحمد شريف محمد ولا مروان اعتقد محمد شريف تفكير الراجل اللعب مروان طيب اه 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 توقعتك لماتش الاردن يا حمد ماتش صعبة طبعا منتخب المنتخبات كمان منظمين احنا عندنا وطلعنا اول هنروح وسيقة زيادة والامور سهلة لا لازم ناخد الموضوع بجدية ناخد الامور بجدية اه انت بتلعب خلاص انت لعبت النهاردة ماتش كويس بالنسبة لنا ستين ديئة في الماتش احنا كويسين ستين ديئة كويسين جدا اه الشوت التاني واخر عشر دقائق في الشوت الاولان من بعد اخر عشر دقائق اه فبيتهيقلي ان الراجل هيعمل تغييرات زي ما جمال قال هو التغييرات اللي الجمال بيتكنم فيها سانا اعتاكي اللي هو يلعب ثلاثة في نص الملعب والثلاثة اللي نهى بيهم حمد فتحي مهند مهند وحمد فتحي وعمر السولاية الثلاثة عشان ادي اريحية اللي قدام شوية ان هما يهد والماتش اللي فات كان بيلعب برضو بنفس الشكلة حتى ماتش السوداني المفروض ان انت برضو كنت عايزة كان حاطت ايمن اشرف في نص الملعب بس عايزة تقالك سؤال بقى فكرة ان هو ممكن يعمل تغييرات النهاردة حمد فتحي جاله شد قلت يا نهارا بيدا هيتغير واحمد حجازي جاله شد وايمن اشرف تقريبا في حاجة في رجبته تقريبا التلاتة دول هل ده حمل بدني زيادة ان انا هلعب لعبت ماتش يوم واحد ويوم اربعة ويوم سبعة وهلعب يوم حدواشر تقريبا تمام هل ممكن نلاقي مستر كارلوس كيروش بيعمل روتيشن ممكن يعمل روتيشن مثل انت بتتكلم عليهم دول بقى بالذات يعني ايمن اشرف ملعبش التلات ماتشات حمد فتح ملعبش التلات ماتشات حتى الماتش اللي خرج فيه اولاني النهاردة اول ماتش كامل لي بالنسباله ايو بس برضو ايمن اشرف الماتش اللي فات لعب ماتش بس كامل والماتش الاولاني تقريبا ملعبش فانت بتتكلم اللي انت يعني ماتش اللي فات برضو ما كانتش يعني اه مش ماتش تقيل وفي الاخر رجع سردباك اصابة مش شد اه اصابة مش شد ايو من اصل به حجازي شد وحمد فتح ميسك رجلو على ما اعتقد حمد فتح ميسك رجلو بس كمل اه بس كمل اه فانا فلا هو طبعا ممكن يعمل مدورة طبعا في الفرقة ويعمل روتشين في الفرقة بس هو في الاغلب بيعمل روتشين في الجزء اللي قدامي يعني الحاجات اللي ورا ديت بتبقى اضطراري ان هو ميثبت الناس اللي ورا بشكل كبير هو ماتش اللي فات قعد اكرم عشان كان عنده انذار في الماتش الاولين هو عايز يلعب بماتش الجزائر عشان الجزائر ما اخد انذار بس عشان في الماتش عادي يعني الموضوع عادي ناصل اللي هو مثبت الجزء اللي تحت ما بيلعبش فيه في التشكيل في الجزء اللي تحت بشكل كبير وده ودي حاجة كويسة نهما الناس اللي ورا ومعامو السلية اللي موجودين على طول وفي الحتة اللي قدام بقى بيغير ويقعد ده ويلعب ده والكلام ده وعنده اوراق برضو هاي لعب مصطفى فاتح وحسين فصل برضو اهلا ممكن تلاقي احمد رفعت مين عبب ايا ما كنت لسه اقولك ممكن تلاقي احمد رفعت موجود ممكن تلاقي مصطفى يقعد عاديك مو هو زيزو كان بدء الماتش اللي فات والماتش دوت ما بدأش ممكن يبدأ بزيزو ماتش اللي جاي ممكن يبدأ بزيزو ناحية اليمين ممكن يبدأ بي تالت في نص الملعب ممكن يبقى مصطفى ورقة معاها برضو انا حس ان زيزو لازم يبقى له دور اكبر من كده مش عارف ليه هو اول ماتش اللي فات الصراحة يعني مش احسن حسن اللي هو ما بيلعبش بقى ريحية ده انا حسه ان زيزو ما بيلعبش بقى ريحية ودي برضو لازم الجهاز الفني يوصل له حتة اللي هو لا انت لعب مهم لا لازم انت لعب مهم طالما انت موجود في منتخب مصر لازم خلاص طلع طب افشة لو خف هو افشة غاب النهاردة عشان عنده اصابة امم فممكن يخف على الماتش اللي جاي افشة ملوش دور في الاربعة ثلاثة ثلاثة دي وجهة ناظر يعني يعني بس لا افشة ولا عبدالله السعيد ما ينفعش لعبه في الطريق انا انا شايف عبدالله بيلعبها كمان معبره من زهايل انا اربعة ثلاثة ثلاثة بيلعب تالت نحية الشمال بس ودونجة في النص بس مش ملزم بس مش ملزم يعني بس مش ملزم يعني ممكن عبدالله السعيد فاجهة هتلاقيه ناحية اليمين ممكن هتلاقيه تحت ال هو بيلعب تحت الرسل هو برضو كبيره جلال اربعة ثلاثة ثلاثة ايه افشة افشة الماتش اللي جاي بقاله دور حتى في الشوت التاني مسلا ممكن يبقى دور ممكن اه ممكن اه ممكن اه ممكن اه هو الماتش اللي فات نزل وعمل جول ايه اه ممكن افشة برضو انا يعني اه مش مقياس مش مقياس بسرعة وده لسه بنتكلم عنه من شوية ان انت خلاص انت الراجل بيدخل وعنه ثقة في الناس كلها بيدخل الناس كلها ممكن تلاقي اي حد موجود ايه بس هي المشكلة في ايه بقى ان انا مسلا شايف انه اه اي من اشرف دي دي معرفش دي دي وجهة نظر ولا الراجل يعني بيبقى معجب مسلا بلعيب فعايز احطه في اي حتة ده غلط هي دي اللي يعني هو ده اللي بتكلم فيه هو بيتعلم افشة العيب كويس جدا فمش لازم عشان الاعبه يبقى لعبه في حتة غير ما كانوا مشايف يلعبها بالزبط اللي مش هيدي لك مش هيدي لك اللي هو اللي هو بيتميز بي بالزبط كده هو ده قصدي ان محمد شريف انت بس انا عايز تلعبه هم فبتروح حطه ناحية الشمال طب ما هو مش قادر يقدي ناحية الشمال انت فاهم قصدي جيمي مين اللعيبة اللي انت في المنظومة بتاعة كارلوس كيروش دي شايفها مش موجودة معاه بس موجودة في مصر مين اللعيب اللعيب دا وانت بتفرق كده قلت ياه لو كان معهم في المجموعة طارق حامد طبعا اه اكيد يعني طارق اه مع الاصابات اللي حصلت لحمدي فتحي والنهاردة ايمن اشرف اه طارق حامد كان يحللك مشاكل كبيرة حد تاني غير طارق يعني في الدوري المصري لا يعني ما اعتقدش في حد شايف انه هو ممكن كان يبقى لو موجود كان يبقى له دور جامد امام عشور طبعا كان من الضمن الموجودين بس الراجل مقتنع بيه يعني امام طبعا لعيب رقم 8 طبعا لعيب هايل بس هو الفترة اللي فاتت يعني مش موفق او مش احسن حاجة هو طارق برضو طارق طبعا طارق مفيش خلاف عليه بش ولا واحد في كل الفرح بس انت عسيت ان هو ممكن يبقى موجود انت بتتكلم يا كابتن اللي انت بتدخل ناسه وبتلعب ناسه وتقعد ناسه يعني انت السردباكات اللي بتلعب دلوقتي او اللي موجودة هل ان محمد عبدالغاني ما يمتعش يبقى موجود في منتخب مصر ما يجيشش على وقت طبعا ايزا اقولك حاجة رغم ان احنا في قناتنا دي الزمالك انا حس طالما هو اكتشف المجموعة دي انا حس ان عبدالقادر سوء بالعافش برد عبدالقادر بتاع الاهلي ده اكسم بالله هو عبدالقادر اه؟ هو عبدالقادر انا حسنا عبدالقادر بالمنظومة دي بالاسلوب ده هو كان مقصر الدنيا في اسموحها يعني ممكن يليق معاهم ولا انا غلطان ممكن وامام عشور زي ما احنا كنا لسه بنتكلم امام عشور ينجح في الطريقة دي بشكل كبير امام عشور لو لعيته ناحية اليمين اللي غير باع تلات تلاتة بقى يعني لا ينجح لان عنده مجهود وبيقدر يشتغل من بره الملعب وبيقدر والله عمر السعيد كمان طالما مروان حمدي موجود ممكن عمر السعيد مرز الفكرة انت مروان مع عمر السعيد مروان محسن لو سليم كان هيا خاف موحسن لو سليم كان هيا خاف هو من احسن مواسم السنة يعني ست موتشاط موتشاط اللي لعبة كان كويس ومروان حمدي كويس على فكرة طبعا اه طبعا بس هي انت طالب منه ايه بالزبط يعني انت فاهم قصدي اه انا ممكن اقول لي الفرود انا مسلا عايزك تبقى محطة متحركش بارة التمانتاشر اه وممكن اقول لي الفرود هو هو لا انا عايزك تروح على الاطراف او تنزل لتاعت عشان تفضي للناس اللي جاي مم فانت طالب منه ايه مم هو ده بيعمل اللي انت اللي هو اللي انت اقايله او اللي هو اللي مطلوب منه بيعملوا ولا ما بيعملوش مم هي دي المقياس طيب تعالوا مع بعض كده اه عرفيك الفقرة دي ما بتنزل ع السوشال ميديا مصر كلاب التباحة او الوطن العربي كله يلا بينا تمام نبتدي مم مطش جمعة تونس وعمان تتوقع نتيجة ايه تونس وعمان ساعة خمسة تونس وعمان مم يا تونس تكسب تونس تكسب ايه تونس تونس بصعوبة بصعوبة طيب قطر والامارات ها نبتلي بحمد ايه قطر 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 صعب برضو قطر بصعوبة برضو خدوا بالكو يا جماعة يا جماهير مصر الكذبان من مصر والاردن هيتقابل مع الكذبان من عمان وتونس ومصر لان تتقابل مع مغرب او جزائر او قطر المنظمة الا في النهائي لان احنا هنتقابل مع الاردن في دور التمانية لو كسبت الاردن باذن الله تتقابل مع الكذبان من عمان وتونس في الدور قبل النهائي الكذبان يصل للمبرارة النهائية والنحة التانية قطر والإمارات وجزار والمغرب الكسبان من الجزار والمغرب هيقابل الكسبان من قطر والإمارات ده النظام يعني يعني انت شايف ان تونس هتكسب وقطر هتكسب وانت نفس القصة نفس القصة طيب نروح لمطش مصر والأردن تتوقعاتك مصر إن شاء الله نتيجة كبيرة ولا بصعوبة لا نتيجة كبيرة لو قدرت تسجل بدري ممكن المطش يفتح بنتيجة لكن هو المطش في الطبيعي هم فرقة منظمة لو رخموا عليك اللعب هيبقى المطش ماكسب المغرب والجزائر انت وقت مصر والأردن تتوقعاته مصر طبعا المغرب والجزائر بقى وهي اعتقد اقوى مباراة في دور التمانية هي اقوى مباراة بس المغرب احسن بصراحة يعني المغرب في المباريات السابقة الجزائر طبعا فرقة قوية طبعا اكيد فرقة معهم شكل كبير جدا يلاق مطش صعب جدا بس اعتقد المغرب باللي احنا شفناه يعني في البطولة لا المغرب افضل المغرب اه انا بقول الجزائر الجزائر انا بقول الجزائر ليه با؟ هم عندهم ارادة وتصميم اللي هم يدرابوا الرقم القياسي العالمي بتاع منتخب ايطاليا النهاردة كده 35 مطر وده كلام كتير جدا بيتقال عندهم في الصحف وفي الاعلام ان هم حتى النهاردة تعالي مش عايزين يتغلبوا من الغرب عشان يوصلوا للرقم 36 36 اه وبعد كده هو تقريبا منتخب منتخب ايطاليا 38 مطر 37 هو عايز يعدي وعندهم اسرار وعندهم اللعيبة اللي تقدر تكسبهم المغرب برضو انا شاف اللي هم منتخب برضو المغرب صعب بس أنا طبعا الفrynتين تؤال اه طبعا انا متفق على ان تونس تكسب مع العمان اHe المغرب ومتفق ان قطر تكسب الامارات ومتفق ايضا على ان مصر ان شاء الله مع الاردن ومتفق ان المغرب تكسب وهقول ليه المغرب المجموعة اللي موجودة دي مجموعة بقالها اكتر من اربع سنين تجمع العيبة اللي موجودة دي اربع سنين تجمع ولسه وإحنا بنلعب أنجولا وجابون كان هما بيلعبوا مطشين وكانوا بيلعبوا في بطولة أفريقيا للمحلين في الكاميرون وكسبوا الكاميرون في النهاية على أرضها 4-0 على أرضها وخدوا بطولة أفريقيا للمحلين وحسين عموتة بقالوا 3-4 سنين معاه والمجموعة دي هي اللي موجودة في بدر بنون ووليد الكارتي وسوفيان رحيمي وأشرب بن شرقي ووليد أزارو يعني المجموعة اللي موجودة دي وإدريس فتوحي ده كان هيجي الزمالك الأشوال ده هو بقعد احتياطي وفوزير ده اللي بيلعب في السعودية كان هنا موجود عندهم تجانس غير طبيعي وعندهم مدرب حافظهم وبقالوا 4 سنين بيلعب معاهم عكس المنتخب الجزائري مش المدير الفني المدير الفني ده مش جمالك بالماضي زي ما برضو متخب المغرب مدرب تاني خليلوا زيتش ولا ما عرفش ايه بس أنا قصدي المدرب ده كل ما يكون فيه تجمع لمنتخب المغرب الكبير وماتشاط بيبقى فيه تجمع للمنتخب المحلين وماتشاط يعني حتى بياخدوا بدر بنون ومعادي اشرف بنشارق اشرف بنشارق اول مرة ينضم لهم بس عشان كده مش موفق معاهم اه غريب وانا بقيت لك يمكن كل لعيبة موفقة عن اشرف معا ان اشرف هو الوحيد اللي بيلعب في فريق اول هو وتقريبا سوفيان رحيمي برضو بيلعب ماتشو ولا ماتشين معاهم كده بديل او حاجة لكن هم متعودين على بعض عشان كده انا بقول التعود ده واللعب ده ودير الفني معاهم هو اللي ممكن يكون هو يعني الادفانتش للمنتخب المغربي يعني وانا شاف المنتخب المغربي لو كسب منتخب الجزائرية هيوصل مبرنا ايه بس كل السورة هو طبعا منتخب كبير طبعا ولا قطر ممكن لا يعني برضو لغاية دلوقتي لا المغرب افضل يعني لو المغرب تقابلت مع قطر لا المغرب افضل المغرب تكسب لو المغرب تقابلت مع قطر لا المغرب وكتر ولمغرب طبعا المغرب كورة شمال افريقيا اه في العموم تكسب اي منتخب بس منتخب قطر من المنتخبات المنظمة جدا والمنتخبات عندها لعبة مميزة وفي الخط الأمامي كمان بالضبط حسن هيدوس وأكرم عفيف لعيب كويس جدا بقى لهم فترة كبيرة محمد مستاري بقى لهم فترة كبيرة متجمعين مع بعض ولعبوا بطولات كبيرة بس الغاد لوقتي ما قدموش الأداء الواو في البطولة من قبل البطولة كمان مستوى منزل اتغلبوا من بورتغال التلاتة اتغلبوا من سربة اربعة يعني عملين فهم قصدي يعني في التصفيات اوروبا اتغلبوا من نتائج كبيرة اما انت برضو احتكاج برضو كبير بيديك خبراته يعني هم عاملين برضو فروق برضو لكن انت لو المغرب وقطر مغرب لا المغرب انا بقول كرة شمال افريقيا طيب لو مصر وتونس لا مصر تكسب تونس انا بقول مصر تكسب تونس والموضوع يعني ما مع ان ما تشاط مصر وتونس تبقى رخما لا انا بقول منتخب تونس مش زي ما كنتم متوقع ما تفرجت عليهم ازي ما كنتم متوقع طبعا هو اقل منتخب في منتخبات شمال افريقيا اللي موجودة في البطولة بحي يعني مصر وتونس اه لا مصر خولا واحدا اه طبعا مصر افضل لا انا شايف ماتش صعبة برضو جدا صعبة انا محسني ان انا كده كده كسبانين تونس تكسب يعني اه بس لا ممكن والله ايو ماشي ممكن في القرى اه تونس ممكن تكسب سوريا منتخب كان اقل المستوى وقدر نوه اكسب تونس فهي مش يعني الكرة مش ان انا قاعد انا مصر فانا هكسب لا طبعا بالزبط لازم اعدي مباراة قوية عشان اكسب بس اللي احنا نتفرج عليه لأ منتخب مصر طب مصر والمغرب في النهائي يعني صعب جدا طبعا ده منتخب المغرب على فكرة المحلية يعني منتخب المغرب في 25 لعبة جاش ما احنا المحلين بل احنا عندنا 4-5 احنا عندنا 4-5 محمد صلاح مصطفى محمد عمر مرموش بس فين تريزي جيه ونني مثلا وفي بقى كوكا وفيه احمد ياسر ريان دول المحترفين بتوعنا هناك بقى عندهم ناس كتير لا المنتخب كله متغير عندهم فرقة كاملة فرقة كاملة المغرب بالزات المغرب والجزائر برضه عندهم 7-8 لعبة برضه عندهم 4-5 لعبة يعني بغداد بن جح هو الوحيد تقريبا ماشي بس يعني هو في الفرقة الوحيد فلا جمال بالعمري ملعبش النهاردة طريقا ملعب الرأسية المغرب ويعني طبعا ماتش لا ماتش صعب جدا انا تمنى طبعا مصر اكيد يعني بتمنى ويوسف بلايدي هم دول التلاتة اللي بلعب جمال بالعمري بغداد بن جح يوسف بلايدي ومبلحي الرئيس مبلحي هم دول الاربع الاساسيين في الحداشر مع منتخب الجزائر عكس بقى منتخب المغرب ولا لعيب اساسي من حارس ولا لعيب اساسي من الحارس للفروت ولا لعيب اساسي طيب هو المغرب انت شايف المغرب يعني من التصنيف اول بقى لها فترة كبيرة عشان اللي احنا اللي الراجل كيروش بيعملوا دلوقتي عامل قاعدة كبيرة تلعب ماتشات وتخش والكلام ده وقت والناس بتنتاكد بس يا باشا اعديك مفاجأة بس المغرب تصنيف رابع تصنيف رابع يعني اصلي ترتيب رابع السنغال نمرة واحد ايوة تمام بعدها تونس يعني بقولك ترتيب السنغال تونس الجزائر المغرب نيجيريا مصر ايوة انت بتتكلم على تراكم اه اه و النقاط بتفضل ماشي اه 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 بس فهم ترتيبهم او مش بترتيبهم بس برضو تونس عندها بتاع خمس ست سبع العيبة او تمام العيبة مهمين اول مش موجودين برضو لا عندهم بس الفروت تقولت عليها كابتين من شوية اسمه ايه واهبي الخزري واهبي الخزري اه بلاح فرنسا لأ بس عندهم كازا العيب والله كازا العيب ممينا بس مزي المغرب ومزي الجزائر اه طبعا اه طبعا لانهم بيعتمدوا على العيبة المحلية اه يعني هم يعني يعتبروا زينا شوية زينا اه انت عندك برضو جمال خط الهجوم كله اه احنا خط الهجوم بتخد بالك انا قرتين احنا قلنا خمسة ستة محترفين ولكن ما قلناش بيرامدز ايوة لعبة بيرامدز والمصري بس ما فيش حد من المصري في المنتخة بقية لعبة بيرامدز لا ده بيقولك كان عايز حسن علي jadi كمهؤسة بحسن علي لا يعني ب주세요 بنتكلم على الفترة اللي فاتت حسن علي اللي هو الاشوار اه لا بتكلم على الفترة اللي فاتت ما كانش فيه حد في المصري اه انما لعبة بيرامدز لا فيه وعندك اه احمد توفي او احمد ايما منصور او عمر جابر او محمد حمدي آه عبدالله السعيد آه رمضان صبحي كل دول لعيبة مهمة يعني هاي سألك سؤال بقى بس يعني انت اكتر واحد تتجاوبني عليه انما نزل مرغان داود الماتش اللي فات هو كان بلع في الشمس درجة ثالثة ولسه ملعبش دوري ممتاز خالص ست ماتشات الرحس بقاله ست ماتشات بلع ملعبهمش كلهم كمان لا لعبهم كلهم يعني كان في ماتش ملعبش فيهم تقريبا هو تيفر يعني مهم لعب الراجل اللي اقتنع بيه جابه ماتدار للنار اما نزل ماتش دي فات ورغم ان احنا بلعب تسع قدام السودان كان نحس انه خايف مرعوب حسيت انه لسه بدري شوية عليه حسيت ان انا ممكن يعني مروان ياخد يكتسب خبرات شوية ممكن يكون في واحد مكانه افضل في الحتة دي مش وقته دلوقتي المنتخب معرفش حسيت كده مهمين اللي مكانه في في كتير يعني قصدي مهمين ده ما بقولك بقول لي يا كابت ان اسم يعني دلوقتي الراجل مقتنع يا سيدي اقولك يعني من غير عبدالله جمع عبدالله جمع وبيلعب أحد عبدالله جمع نازل كان بينزل ماتشهات الفات ننزل بس لا نعبش نعبش مثلا ايو بسخارا لو ما بيلعبش ان اصد يا عبدالله لا انا بتكلم على خبرات واكتسب خبرات عامد شافي هامد حمدي كنا نقوله انه حسين فصل يروح رواح ولعبه بقى كويس حسين فصل نفس الفكرة انت اقتناهت بكلامي ان مروان لسه قليان شوية لا هو في المطش نزل كان عنده شوية تصرع مخدود ايه ما ده طبيعي عادي مطش داولي وضمور لكن هو ايه با لحد من شهرين يا كابتن كان لسه ما اتخدش القرار اللي هو موجود في نادي امبي ونادي امبي ما كانش مقتنع 100% اللي هو ياخده تمام وطبعا انا اسألت في الموضوع من الجهاز الفني او الناس كانت حلم طول انكلمك يعني اه ايه رأيك فيه والكلام دا قلت له لعين هايل وهينفع ومستقبل لمصر والكلام دا انا كتبته عندي على السوشيال ميديا قلت دا مستقبل مصر للفترة الجاية بعد ماتش الزمالك وامبي اول ماتش في الدور انا عايز اقول لك حاجة ان الراجل كان هياخده ماتش انجولا والجابون لولا ان الباسبور بتاعه كان منتهي او مطلعش تريبا لعيب اللي عندها سرعات عنده عايز ياخد ثقة يعني اه طبعا انا عايز يلعب كتير ما انت ست ماتشات في الدور الممتاز بس انت بتتكلم في اللعبة اللي بتلعب مو دا لا لا بقوله مش لسه بدري منتخب ما تكون عندك ست ماتشات لسه يا جمال مش لسه بدري منتخب ما وحسين فصل نفس الكلام عصوه ما كانش بلعب في الزمالك والاهل النشئين حسين فصل مختلف دا منتخبات نشئين واحد من شهرين كان لسه بلعب في دوري درجة ثالثة ايو ما في لعبة برضو لا اه وحسين فصل لعب منتخب مصر نشئين مروان عمرو ما لعب منتخب فيه لعيبة خلي بالك مروان وهو في النشئين الشمس النادي الاهل خده اعرة سنتين من نشئين وما ايت تأيتش مهمية رجع الشمس تاني بعد الاعرة ما اقتنعوش بيه ما اقتنعوش بيه ومشوه اه وكمل في الشمس من الدرجة الثالثة راح انا مكلمك وفيه لعبة كبيرة كمان تلعب في المنتخب في الدوري العام تلعب بقى لها خمس ست سنين ويروح المنتخب بيه وحشين جدت مواليد كم مران دوي مواليد تمانية وتسعين تمانية وتسعين اه اه يعني اكبر من حسين فصل بسنة تاريخ اكبر بسنة اه اه ما انا بقولك بقى يعني العكس بقى انت دلوقتي فيه لعب بقى لها خمس ست سنين في ناس بتروح المنتخب اول ماتش بيه وحشين يا عيد انت برضو مش فاهم انا قلتلك اللي هو ما كانش موفق في الماتش لا اه بيقولك انه يعني مش مش وقته دلوقتي وقته دلوقتي هل ده وقته منتخب ولا لازم بقاله ستة ماتشان ده ده وقته منتخب لانه عمره مليعب ناشئين عمره مليعب درجة اولى ممتاز طالما الرجل شايفه يا كابتن كده او هو الرجل عنده الامكانيات اللعب عنده الامكانيات ما يخش ايه المشكلة يعني قصدي انه هو كان لازم يلعب منتاز شوية دوري شوية يكتسب خبرات شوية بقى يخش منتخب انت برضه بتتكلم يا كابتن في اول ماتش بيلعب قدام جمهور اول ماتش ليه جماهريا في يمكن في حياته في حياته صحيح برضه اخد بالك فيه مسلا لعيب كان بيلعب في المكان ده وكنا برضه كنا حاسين انه هو عنده رهبة معانه لعيب محترف كريم حافظ اه تاكر اه محترف 17 وبتاع بيلعب ونزل وما كانش وما قداش وما عجبش الناس هو ما كانش موفق عادي ما هو ده وارد في القورة كده وكده اه وفيه لعبة لعبة فترات كبيرة جدا فأديها كبيرة لكن اللي عبدالنا بجمعة بيلعب مثلا مش ممكن اه ممكن اتاخد اه عف شافي مش ممكن اتاخد في الحتة دي ما احمد فتحي هنسين احمد فتحي الراجل بياخده برضه اه خلاص ما انت موضوع السلم ده المفروض ما يبقاش موجود خلاص هو مش موجود كمان مع الاجانب اه هو الراجل بيتكلم في الحتة دي يا جمال يعني الراجل بيتكلم في الحتة در عايز ينزل يعني انت لو عشان كده بقولك طريق انا استبعدت عشان كده لا هو طريق مش عشان كده انت عندك معلوم هاني هو طريق عشان حصل ان هو طريق ملعبش وكان زعلانه وده طبيعي ان اللعب يزعل ما يلعبش يعني فالراجل مش عاجبه للنقطة دي ونفس الكلام كان معزيزه ونفس الكلام معزيزه برضه ومعزيزه ما اتاخدش المشاريع اللي بازيت برضه هم الاتنين مكشروا هياخد واحد واسيب واحد ايوه انا بقولك انا بقا اللي حاصل ما هو ده اللي كنا حاصل اكد تمام تمام ان شاء الله يعني احنا كده خدنا كاس العرب معكم ان شاء الله ان شاء الله بتوقعاتكم ان شاء الله ولا المغرب موش ان هي صعب ضربات جزاء نكسر ضربات جزاء نتعادل نتعادل تمام شكرا احمد عيدة عمالي شكرا الجيمي حبيبية ولي أعزي لكم بكرة ان شاء الله في اجتماع مجلس ادارة وبعد ما تم الاجتماع مع وزير الشباب برياضة دكتور أشرف صبحي في اجتماع بكرة الساعة 12 الظهر وهيعلن عن فتح باب الترشح لنادي الزمالك بإذن الله ده الاتفاق اللي حصل ما بين رئيس نادي الزمالك ووزير الشباب برياضة المصري نطلع لفاصل ونستقبل بعدها ماهر جنينة وإطلالة جديدة على الكرة الأفريقية والعربية وكل ما هو جديد يخص القارة السمراء ورجعنا لكم مرة أخرى ورحب ضيفي طبعا المحلل الكرة الأفريقية والعربية كابتن ماهر جنينة إزاكا ماهر إزاكا كابتن خالد أخبارك إيه؟ كله بخير الحمد لله كله تمام؟ كله تمام الحمد لله نبتدي النهاردة بإيه معاك؟ خلينا نتكلم الأول على بطولة الأم الأفريقية يعني هذا الحدث الأهم بتطول أفريقية أهم بطولة في القرى الأفريقية العام المقبل في يناير أحدث كتير في الفترة الأخيرة هل البطولة خارج الكاميرون أم داخل الكاميرون تحديدا اليوم وصل الكاس إلى الكاميرون الكاميرون استقبلت الكاس الكاس كان في جولة في القاهرة تحديدا والنهاردة الكاس تم استقباله من جانب رئيس اللجنة المنظمة مولي كومبي في الكاميرون واستقبله في احتفال كبير جدا وخلاص فيه بقى جولات هتتعامل الايام القادمة داخل الكاميرون هيتم فيها جولة بالكاس داخل الكاميرون كده خلاص ان شاء الله بنسبة يعني 100% بطولة الامة الافريقية هتكون داخل الكاميرون في الاونة الاخيرة ظهر بعض الاراء وبعض الاشخاص داخل الاتحاد الافريقي كانوا بيفكروا نقل البطولة لقطر تحديدا نظرا لجهزية الملاعب وفيه اقتراحات اخرى تقالت ان مصر ممكن تنظم او حتى جنوب افريقيا لكن على ارض الواقع بنسبة يعني مية في الماء ان شاء الله الكاميرون هتستضيف الحدث ده رغم ان بعض الملاعب لم تنتهي الى الان او مش بعض الملاعب تحديدا هو ملعب واحد او الملعب الالامبي لم ينتهي من الخالج خلال الاسبوع خلاص خلال الاسبوع هيتم التسليم لكن يعني فيه جوم من بعض الصحافة على الجانب الكاميروني لكن هيا دي الكارة الافريقية يعني مفيش يعني الكارة الافريقية بعيدا عن مصر والمغرب وجزائر وتونس وجنوب افريقيا هنلاقي التنظيم كله شكل واحد يعني معنى الكلام اللي كان قيل انها هتتأجل او هتروح قطر او الكلام ده مش هيحصل خلاص هو الموضوع الوحيد اللي حلن اللي هو موضوع تغيير الموعيد بسبب بطولة كاس العالم الاندية اه تبقى بدري تلت تياب بدل تبتدي ستة تبتدي تلاتة واربعة بس او يعني ده ده الكلام اللي يقال فقط ان ده لو حصل ده اللي هيحصل لك ان البطولة داخل الكاميرون كاميرون شغالين بشكل كبير جدا اه على الموضوع اقول لك حاجة بقى مفاجأة ليك انت انا بقى تحداك برضو خد بالي لا معاك البطولة دي قاد يغيب عنها مسلا اكتر من عشرين لعب مهم جدا اكتر من عشرين لعب مهم جدا في كل الفرعة التي ستشارك تعرف البطولة دي اربعة وعشرين فريق بالزبط وبالتالي يعني ممكن او ما تتأجلش ممكن لكن هتلاقي لعيبة كتير قوي بتفضل انديتها على المنتخب وهيكون الحل هو الحجر هو كورونا هو الاصابات هو كده يعني بالزبط يا كابتن الموضوع اللي حاجة بتتكلم فيه ده مبدئيا اول حاجة ربطة الانديا الاوروبية ربطة الانديا الاوروبية دي ربطة كونها بعض الاشخاص يعني في اوروبا وبعد ما كونوها بيروحوا للاتحاد الدولي وبيروحوا للاتحاد الاوروبي لكرة القدم وبيعلنوا انه هم تابعين لهم الربطة دي اصدرت بيان قوي جدا وشديد اللهجة ان قومة البطولة في الكرة الافريقية في الوقت ده تحديدا ممكن يؤدي الى يعني اصابات كبيرة بالكورونا في صفوف اللي عبين في اوروبا لان عندنا لعيبة افارقة بتلعب في اوروبا هتسافر الكاميرا انه بعد كده هترجع الى اوروبا مرة اخرى انا كنت من وجهة نظري شايف الربطة اما اصدرت البيان ده كان حجة من جانب ربطة الاندية الاوروبية هي الربطة دي اهتمامها كله ان هتلاقي دعم من الاندية في اوروبا وان هما يعترفوا بيها بشكل اكبر النهاردة الرابطة دي لو معها 100 فريق عايزة السنة الجاية يكون معها 200 فريق يعترفوا بيها فعشان كده اصدرت البيان القوي دوت لكن النهاردة هم نتكلم كل اللي عيبة واخدها تطاعمات كل اللي عيبة من حقها تتقدر تتنقل يعني في اي مكان في العالم عن طريق التطاعمات واعتقد ان الكاميرون قادرة على استضافة الحدث وقادرة على يعني عمل تأمين صحي مناسب للعيبة وخصوصا الاتحاد الافريقي بيباشر في الموضوع ده مع منظمة الصحة الدولية يعني منظمة الصحة الدولية عاملة اشتراك مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم هتكون هي مباشرة كل العمليات الصحية الخاصة ببطولة الامم الافريقية على الجانب الاخر زي ما حاجة بتتكلم مدربين كبار جدا ابرازهم يورجين كلوب بتكلم في الموضوع ده وقال ان البطولة بطولة مصغرة وانه هو يفقد اهم سلاس لعيبة من المدربين في النهاية اللعيب لو عايز يروح لمنتخب بلد وهيروح لانه ده الاتحاد دولي بيسمح له بكده لانه دي بطولة معترفة بيها كأس الامم الافريقية لكن انا بقول على ان في اكتر من عشرين لعيب وهقول لك منتخبات بعينها نجيريا تمام ساحة العاك الكاميرو النفسها السنغال عندهم وطنية شوية بالضبط السنغالين عندهم بالضبط الحس الوطني اكتر حس وطني في البرد الافريقية بالضبط بالضبط بس طبعا الجزائر الفرقة كلها هتروح لانه عندهم حس وطني كبير جدا المغرب نفس القصة مصر طبعا يعني ده اللي انا بحسه بقيت المنتخبات اللي هي ستشارك هي دي هي تحديدا منتخب واحد يا كابتن من الفرقة اللي انت حتك اتكلمت عليها هو اللي ممكن لعبته ما تروحش هو المنتخب الافواري ويكون بعض اللعبة فقط ليه تحديدا شو مروحش كاس عالم بالضبط لكن اهو هتتكلم على المنتخب الكاميروني نهارده لمنتخب الكاميروني على ارضي وسط جماهيري بلعب البطول على ارضي وسط جماهيري ومش هننسى اللي حصل عام الفين وسبعتاشر سبع او تمن لعبة رفضوا اللعبة لمنتخب الكاميرون والراجل جاب لعبة تانية وقدر اتخذ البطولة طب ونجيريا المعارف المجموعة لا نجيريا مش هعمله كده ليه لانه عارف فرصته دلوقتي النهارده فيه مدرب جديد عشان كاس العالم عشان كاس العالم اه اللي دي بطولة الامم الافريقية اللي هي قبل كاس العالم اه ماينفع واللي هي قبل المطش المؤهل لكاس العالم بالضبط كانت حصلت قبل كده بالضبط كان ما بيحصل كاس امم بيكون الفرق عرفت اللي تأهلت كان شهر 15 بالضبط لكن تحديدا النقطة اللي حاجة بتتكلم عليها ماينفعش لعب النهارده مع منتخب ناجيريا يقول لا انا مش هلعب بطولة الامم الافريقية في الكاميرا انه بعد كده يكون متواجد في المرحلة الاخيرة من تصفير بس لو اتعملت بقى بلعبة كورونا والخمستاشر يوم الحجر والعودة والرجوع والطيران والقصص دي بساعدة اعتقد موضوع التطاعمات حل يعني العالم كله خلاص اللقاح اه اللقاح الفاكسين خلاص الموضوع تحل في العالم كله اعتقد لا يعني اللعيبة حتى في الكارة الافريقية عايزين يشاركوا في البطولة دي تحديدا في الفترة دي في يناير قبل بطولة كاس العالم اللعيبة عايز يزهر اسمه اللعيبة كلها في اوروبا النهارده بتتكلم على صفقات انتقالات كبيرة جدا لكن معظم اللعيبة اه هنلاقي اللعيبة بتغيب اثناء مرحلة التصفيات جمال بالمودي كان بيدمه من اثناء مرحلة التصفيات رفض انه هو ينضم لمنتخب الجزائر وطلع انه هو كان مودي في عقده مع نيس الفرنسي انه هو يكون متواجد مع الفريق طيب حنتكلم بس عايزة ابتدي معاك تفضل النهارده مصر بتلعب الجزائر الجزائر بتلعب باربع لعيبة فقط من الفريق الاول بالضبط اللي هم رئيس مبولحي بغداد بنجاح وجمال بالعمري متعور يعني جمال بالعمري كمان ملعبش المطش مصر يبقى عنده تلاتة كمان بقى بغداد بنجاح اتعور بعد الشروط الاول اكيد ونتمنى له السلامة وعلى فكرة من ساعة كده كان منازل ستوري على الاكاونت الشخصي في طريقه كان يركب عربية الاسعاف وفي طريقه للمستشفى كانت يعني خات خطة قوية جدا قوي مع محمد الشيناوي وقع صعبة وقع صعبة جدا وتحامل على نفسه بشكل كبير جدا انه ينزل بعدها ارض الملعب لكن واضح ان الاصابة كان في ارتجاج واضح يا كابتن ان هو في اصابة ان اتمنى له يعني السلامة ربنا يا شيوع عفيد وبحترم كمان في الروح الرياضية بينه بين محمد الشيناوي حتى بعد موقع محمد الشيناوي راح يتطمن عليه وقال له مفيش حاجة وبتاع يعني الروح الرياضية كالجميلة لعب مخترم لعب خلوك كل الناس اللي لعبوا معاها حتى في دوري قطر بيتكلموا عليه كلام كويس جدا لعب مصدر قوة المنتخب الجزائر لانه عرضه شوفنا بغداد بنجاح بيخرج من التشكيل الاساسي لمنتخب الجزائر قوة منتخب الجزائر بتقل لخمسين في المائة خد بالك المنتخب الجزائري ابعد رئيسه مبالحي كان لعب واحد فقط هو اللعيب الاساسي في منتخب الجزائر الاول اللي صعد للمتصفات انها هي الكاس العالم وكل اللعيبة اللي موجودة ممكن واحد يخش مطش مثلا بين عيادة مثلا ممكن يلعب مطش وعجل بكرايد بزرط يعني لاعب لعبين كده لكن مفيش ولا لعب كان اساسي غير يوسف البلايلي يوسف البلايلي بزرط الشوت التاني بالذات بزرط الرئيس مبالحي ده حارس في النهاية بزرط وكمان بساعات ممكن يلعب ممكن حد تاني من غيره يلعب يعني لكن لكن على ارض الواقع ما نيجي نشوف مصر مصر الحارس المرمى وخط الدفاع بالكامل الاساسيين بزرط المتخب مصر اللي هو كان حجازي الونش فتوح اكرم توفيق الشناوي تمام ما نيجي نبصل قدام هنلاقي مثلا عمر السلية وحمدي فتحي هدي كده ايه اربعة وواحد خمسة واثنين سبعة صح بزرط بزرط مفيش مفيش حد تاني لان بعد كده ناقصك عمر مرموش ناقصك محمد صلاح ناقصك مصطفى محمد ناقصك محمد النني ناقصك رمضان صبح ناقصك ممكن عبدالله السعيد يعني مجدي افشة اكيد كان غايب المطش اللي فات فكل دور برضو لعيبة مهمة لكن على ارض الواقع احنا سعداء اه انت مكسبتش جزائر اكيد انت تعادلت مع جزائر واحد واحد مكسبتش جزائر لكن في نفس الوقت برضو لازم نقول ان المنتخب مصر عنده خمس ست لعيبة اول مرة يلعبوا في المنتخب في حياتهم هي فيه نقطة ايجابية من جانب كارلوس كيروش النقطة الايجابية الوحيدة اللي انا شايفها مع كارلوس كيروش بيكتشف لنا اسماء جديدة لمنتخب مصر انا موفق اسماء يمكن يعتمد عليها في المستقبل ان شاء الله لكن من وجهة نظري الاسماء دي مش هيتم الاعتماد عليهم في الجولة الاخيرة من التصفيات المؤهلة لكس العالم لكن انت النهاردة على الجانب الاخر منتخب الجزائر زي ما حدك بتتكلم النهاردة بواردو بنوجه التحية لبقرم مدارب المنتخب الجزائري كان عامل تشكيل للمنتخب جزائر المحليين عامل كان معتمد على خمس لعيبة ان هم يكون متواجدين في صفوف الفريق خمسة دول احترفوا وخرجوا فحلا؟ اه يعني عنده عمورة النهاردة بيلعب في المنتخب الاول عنده زركان برضه بيلعب في المنتخب الاول عنده قادري عنده مسعودي اللعيبة دي كلها خرجت يعني تعرف اللعيبة اللي بتلعب النهاردة مسلا بين عيادة بيلعب في النجم السحلي عبدالقادر بيلعب في الترجي توجي محمد تجايف في الترجي وليه شتي يعني قلب الدفاع كله ترجي قلبين الدفاع والبكين الاتنين من دوري تونسي اه وفيه اعتقد المزياني بيلعب الطيب مزياني وفيه. بيلعف في تونس برضو. اه على ما اتذكر الطيب في بيلعف اه تونس. اه. لكن هو. اسمولك فين بنغيس? مش متواجد يعني بنغيس مش متواجد. هو مساب الترجع نعم. اه اه. بنغيس ليس متواجد مع منتخب. مش من ضمن. لا لا ليس متواجد مع منتخب الجزائر. حتى كمان ونجم ما اتخدش. اكيد. ونجم حسين عموتة مش بيحبه. يعني مش مشاكل بره الفنية. لا مش بيحبه يعني مش يعني ما ما خدوش اه. اه نجم بيلعب في الزمالك برضو. حاجة كبيرة يعني. اكيد. اه. يعني كان ممكن يبقى موجود من ضمن اللعيبة المنتخب المحليين يعني. اه. لكن لكن على ارض الواقع لا. المنتخب الجزائري. اه. رغم ان هو بيلعب يعتبر بالصف التاني. انا بقول لك يوسف البلايلي بس اللي موجود في الشرط التاني. اه. يوسف يوسف البلايلي. بالزبط يوسف البلايلي كان هو الوحيد المتواجد في الشرط التاني من اللعيبة الاساسية في منتخب الجزائر زي ما قلت الحضراتك خروج بغداد بنجاح اثر على كوة المنتخب الجزائري بنسبة خمسين في المية النهاردة بغداد بنجاح كان بيستلم الكرة الواحده كان بيشد الفرقة كلها وراء كان بيعتمد على الصناعيات مع اللعيبة الاطراف وخصوصا مع يوسف البلايلي النهاردة خروجه اثر بشكل كبير العربي سوداني نزل ما ظهرش بالمستوى الجيد او بالمستوى اللائك مع منتخب الجزائري او يعني عمرهم كبير او سين الابراهيم اللعيب او تصراح خد افضل لعيب اللقاء يعني وخد خد او اه اه لا لعيب كبير يعني لعيب كبير بس هو الشوت التاني مستوى البدني بتاعه قل شوية اكيد لكن هو لعيب كبير اكيد لكن لعيب كبير لعيب غير عادي سين الابراهيم اللي له خبرات اوروبية كبيرة جدا بس وقفته على كورة نقل الهاجمة شفنا خبراته لا والفنتات بتاعته رغم سينه الفنت اللي عمله في الشوت الاول اه قدام حسين فسر اه 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 انت مش طبيعا واحد واتنين وثلاثة بالزبط اه اه لعب غير عادي لعب عنده خبرات كبيرة لكن منتخب الجزائري ما زال عنده اللعيبة ما لعبتش ابرزه برياد محرس بن سبعيني بالعامري زي ما قولنا ما كانش متواجد ايساماندي ايساماندي اه لا عيب مهمة جدا اكيد اكيد واسلام سليماني واسلام سليماني لا اسماء كبيرة اه 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 في تاريخي للمنتخب الجزائري النهاردة بيلعب المنتخب المصري. بحوالي بسبعة او عشرة في المية. محد لعيب جامد جدا كمان. مين? اسماعيل بن ناصر. اسماعيل بن ناصر. ميلا. لعب النهاردة تقريبا نقاف ضد ليفربور كمان. آآ آآ لعيب كبير قوي. لعيب غير عادي. آآ آآ لعيب مهم او لعيب اشول الملعب انا الديفندر اشول يعني حاجة. لعيب كبير ولعيب تقيل. المنتخب اللي كنا باللعب النهاردة. آآ. ده مش منتخب الجزائر. اللي ممكن نتواجه معه في المرحلة الاخيرة في التصفيات. بالذات. منتخب. بس احنا برضو ناقصنا لعيب مهمة. اكيد. اكيد منتخب مصر. يعني انت ما يكون ناقصك محمد صلاح وتريزيجيه. محمد صلاح وصفريق. وعمر مرموش. ومحمد النني. ومجدي افشا برضو من ضمن اللعيبة المهمة في مصر. اكيد. اكيد. تمام وعبدالله السعيد ورمضان صبحي. لا. لعيبة مهمة. البطولة بطولة جيدة جدا. لمنتخب مصر وتحديدا لكارلوس كيروش. هم. فترة تعرف مع اللعيبة. النهاردة بيظهر اسماء جديدة. مكن ما كانش اي حد من الجماهير او الاعلامين في مصر. يتوقع ان يشوف الاسماء دي. بدأ بعمر مرموش. دخلنا على اه 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 حسين فصل. بالزبط. على احمد رفعت. على مهند لشين. على احمد ياسين. على عمر كمال عبدالوحد. جراءة كبيرة منه. وزي ما قلت رحضاك ما كانش اي اعلامي في مصر يتوقع ان الاسماء دي تكون موجودة واي حد من الجماهير المصرية. هي حاجة بعد كده هتفيد المنتخب الوطني في البطولات اللي بعد كده. لكن يجب عليه في بطولة الامم الافريقية. النهاردة هنلعب بطولة عربية. دي بطولة اعدادية. مم. للمرحلة الاخيرة في التصفيات. مم. او بطولة امم افريقية هي الاخرى. زي ما الراجل شايف انها هتكون مرحلة ادادية للتصفيات. هيكون الوضع مغير تمام. اجواء افريقية. انت جبت ورا. لأ ما جبتش. جبت ورا. والله العظيم جبت ورا. من ايه يا كبتان. هقولك. اما كنت معي الحلقة اللي فاتت. وحتى قلت الكريم محمدي كمان. قلت ايه ما قلنا الجزار ومصر قلت الجزار تكسب. وما كنتش اتمنى مصر. وقع عندك قناعة. دلوقتي بتقول لي ايه ده جزار الفرقة التانية. ومش هما الفريق الا اول. يا كبتان خالد. ايه مع حضرتك. ايه بس انت كنت برضو. بالفريق التاني كنت بتقول انا هيكسب مصر. حضرتك راضي عن اداء منتخب مصر بال يعني باللعاب الموجودة حضرتك راضي عن الاداء اللي بيقدمه منتخب مصر. يعني في تحسن. في تحسن يعني معناها هنا حضرتك. مين افضل فريق حضرتك شايفه بطولة كلها. مغرب. مين تاني فريق حضرتك شايفه? اه تاني فريق مصر. انا شايف دلوقتي. طمام انا اختلف مع حضرتك في يعني. تاني فريق مين طيب? انا شايف يعني فيه منتخبات اخرى. زي قولي. انا شايف منتخب الجزائر رغم الغيابات الكتيرة اللي متواجدة في منتخب الجزائر. احسن من منتخب مصر. احسن من منتخب مصر. الفرحة الكبيرة النهاردة اللي عندنا عند منتخب مصر. يعني احنا انت بتلع منتخب الجزائر مش بتلع منتخب الجزائر الاول. بتلع منتخب جزايا محلي. بمعنى الاسم. بتلعب منتخب جزايا منتخب محلي. انت فرحان النهار ده انك تصدرت المجموعة بفرق الانزارات. يعني مش بفرق نقاط او بفرق اهداف حتى. ماشي ماشي يا. بس في النهاية لا هو مش الفرحة ان تصدر المجموعة الفرحة. ان انت بتبعد عن مطش جامد في دور التمانية. اجمد. يعني متلعب المتخب الاردني. وطبعا المتخب قوي ومحترم. النشامة. لكن المتخب المغربي اقوى. اكيد. ما زال منتخب مصر حتى الان مع كالوس كيروش بيلعب باسم منتخب مصر. اسم منتخب مصر. لا 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 لا. الشخصية اختلفت. واللعيبة ده وفاحة اختلفت. اكيد. يعني ماشي انجولا والجابون زي مطشط في البطولة العربية. لا اكيد في دي اجواء كابتن ودي اجواء. اه الاجواء. اجواء مختلفة. تماما. ومهور وملاعب. بالزبط. يعني وانا شايف ان يعني وانا ما بقول لحضرتك انا رأيه ما اختلفش. انا شايف هي دي دورة اعدادية كويسة بالنسباله لبطولة الام الافريقية. صحيح. صحيح. الوضع في افريقيا صعب. طيب. التنفس السفر المواجهات اللعبة الافريقية طريقة الافريقية. نروح مع بعض كده بقى للتوقعات بتاعتنا. تماما. قبل ما خليك تستفيد زي ما انت عايز. سامح عاجة التوقعات عندي. معاك. عندنا يوم الجمعة بداية دور التماني. اكيد. مطش. تونس وعمان. تونس وعمان. يعني اتوقع فوز منتخب تونس. نديجة كبيرة. لا مش. المباراة تونس وعمان. هي مباراة سهلة. هل المباراة يعني مش هتلاقي صعوبات للمنتخب تونس. انت شوفنا سوريا كسبت تونس. ظروف مباراة وطرد لاعب ومعا. وكده. وعن فكرة الكوباي. الكوباي. منظر الكوباي. منظر الكوباي. الناس في تونس اللي مش تفرج على البرامج التونسية. قلب وعليه قلبة. لهم قلبنا. وبعد كده ما كسب كان هو فرحان جدا. لان هو كان حاسس مشدود. حاسس ان هو ممكن يتم اقالته قبل كاس الأمم. ظروف. فهو عايز حلمه ان يبقى موجود مدرب تونس في كاس الأمم. فحاسس كده ان ايه ان السوريا كسبت تونس. عمان على ارض الواقع اقوى من المنتخب السوري. يعني حاليا دوقتي في الظروف اللي بيمر بيها سوريا وعدم تواجد اللعيبة المحترفة. عمان اقوى من سوريا. شايف ماتش سهل ولا صعوبة بالغة ولا ايه. ماتش صعب لكن المنتخب التونسي يقدر يكسب اللقاء. المنتخب التونسي عنده عناصر مميزة جدا. عناصر دولية مميزة. عنده احتكاكات في الفترة الاخيرة في الجولة الاخيرة من التصفيات. آآ كاس العالم كبيرة جدا. اقول لك حاجة. احيحصل مفاجأة في دور التمانية. ايه هي ما عرفش بس هيحصل في فريق حيفجر مفاجأة. ربنا اقصر من باشي الارضة. في فريق حيفجر مفاجأة. ده توقعات. خلاص. اصلا ايه. تونس و عمان مفيش مفاجأة. اصلا ما ينفعش يحصل مفاجأة في الاربع يعني انت لو بتقول مفاجأة المفاجأة هي انه عمان تطلع تونس. طب ماشي خلاص انت تطفق تونس و عمان. خلاص تونس عارب. على الورق تونس. انا وانت نتطفق على الورق تونس. اكيد على الورق نتطفق. لكن عمان مش فريق سهل. عمان ليس بالفريق السهل. لكن منتخب تونس ده وافع مختلفة بتتكلم فريق وواصل المرحلة الاخيرة من تصفيات كاس العالم. فريق متأهل بطولة امم افريقيا. اه الرجل منظر كبير بيلاقي ضغط كبير عليه من جانب الصحافة في تونس. لكن معاه رئيس الاتحاد قوي بيدعمه واقف في دهره. تمام. وما هو تواجد. طيب نروح للماتش التاني قطر والامارات. يعني انا شايف ان وجهة نظري منتخب القطري. منتخب القطري. عشان على ارض ووسط جماهيره. على ارض ووسط جماهيره. بس دايما الدربيات دي. فطبعا قطر بطل اسيا. والدربيات دي مش سهلة. يعني قطر والامارات المستوى. اه في لعيبة مميزة زي اكتر من لعب مميز في فيه. وفيه تلات لعيبة مجنسين في في الامارات. حاس برضو ايه ان ال ان يعني المباراة ان الدية اللي هو عارف فرق الخليجية مع بعض بتبقى فيه ندية. اكيد فيه ندية لكن انت النهار ده بتلعب على ملعبك وسط جمهورك. في الاجواء دي في قطر? لا. كفة بتروح. اخل بالك او مص قطر كان مع جمعاتها مين يا جماعة? ركزوا معايا. في قطر كان مجموعاتها العراق والبحرين. صح? العراق والبحرين ومين تاني كان المطش الاخير ده اللي اللي تلعب? وسوريا. وسوريا. الصح? لا العراق. لا العراق. العراق والبحرين ومين? مش متذكر يا فريد تالت اه. اكفكروا معانا. العراق والبحرين ومين? طيب. كل المطشات اللي تلعبت العراق وبحرين وعمان. عمان. عمان. قطر العراق البحرين عمان. عمان. كل قطر كسبت عمان في الوقت بضاية. بالكرة اللي هي اتعدد الخط ولما اتعددش الخط. وكسبت البحرين واحد صفر. وكانت البحرين افضل. والمطش الاخير ده برضو اه. في اخر ربع ساعة منزل عفيف. اه. 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 صنعوا الفارق ومعز وكده. صنعوا الفارق في اخر ربع ساعة. بسبب برضو ان الفرقة العراق كان متقدمة. و اضعوا اقتر من كرة في العرضة وكده وبتاع. يعني كان فين الدائل اخر ربع ساعة كان فيه استحواز للمنتخب القطري وسيطرة يعني. اول جنف دي اتنين وتمانين يعني. يعني. اتنين وتمانين اربعة وتمانين اربعة وتسعين. بص اي. فهنا السؤال القطر برضو. قبل البطولة كان المستوى نازل. اكيد. لا كابتن بص النهاردة انت بتتكلم القطر بتصديف بطولة عرضة. النهاردة قطر قدرت يعني ما خسرتش. خدت التسعة بونت. خدت التسعة بونت. كسبت التلات مباريات. الفوز بيديك يعني الساقة اكبر. النهاردة انت بتلعب المنتخب الاماراتي. اه هي مواجهة اسيوية فرقتين عارفين بعض بشكل كبير جدا. لكن الكفة تروح نحية قطر. النهاردة بتلعب على ارضك واستجماهيرك بطولة مهمة جدا. بطولة استعدادية قبل يعني. اي يعني ماتش سهل. اه ماتش مسهل. كل شي وارد. يعني قطر والامارات. ماتش مسهل بس. ماتش مسهل بس انا كفة قطر. تمام. يباريجح كفة قطر. فيش مفاجآت كده. مفيش مفاجآت. طيب نروح لمصر والاردن. مصر. مباراة سهلة? مباراة سهلة للمنتخب مصر. سهلة? سهلة للمنتخب مصر. لا لا اردن فهلة برضو مرخمة. اكيد اه كابتن الاردن في الارخمة لكن هم بيمتازوا بالارادة والقوة. كابتن انا لو يعني لو لو هتكلم على المنافس انا من وجهة ناظري مش شايف المنتخب المصري المنافسين بتوعه زي ما قلتلك اكتب. المغرب تونس الجزائر. دي منافسين اللي انا شايفهم. قطر ايه? لا قطر متكونش منافس. المنتخب مصري قدريك اكسب قطر. طيب. المغرب والجزائر. المغرب والجزائر. المغرب فريق المحليين. مفهومش غير اتنين لعيبة مش اساسيين خالص. اللي هو اشرب بن شرقي. و اه النهاردة المتخب الجزائري بنسبة كبيرة مش اه 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 بغداد منجح مش هيلحب. يعني ما معرفش جبال بالعمري هيلحق ولا لا. بالزبط. تمام? و عنده لعيبة طرد النهاردة. تمام? تمام? و معرفش عنده لعيبة عندها انزار تاني ممكن برضو. هو يعني من الواضح تحديدا في القوة المنتخب المغربي ومنتخب الجزائري. هنبدأ بالمنتخب الجزائري. نتكلم عن منتخب الجزائري. زي ما اتكلمنا عليه. المنتخب الجزائري بغداد بنجاح بيمسر قوة كبيرة جدا. جدا. عدم وجود بغداد بنجاح. نتمنى له الاولا الشفاء يعني. يا رب. اه واعتقد ان الاصابة بسيطة. ان هو اللي مصور الاشتوري بنفسه على الانستجرام يعني هو اللي منزلها. يعني ممكن بعد اربعة تامية الحق. اه ان شاء الله. وماتش ساعة تسعة بالليل كمان. اه ان هو يكون متواجد. لكن بغداد بنجاح غيابه هيأثر بشكل كبير جدا على. تواجده طيب. تواجده هيدي قوة كبيرة لمنتخب الجزائري. ماتش للمغرب الجزائري تتوقع مين بقى? المغرب. ماتش سهل? لأ ماتش صعب جدا. لكن انا بتكلم بقى على منتخب المغة اه منتخب. يعني النهاردة عايز اقول لك الحاجة. النهاردة في الشوت التاني بعد خروج بغداد بنجاح. النهاردة المنتخب الجزائري. مش عارف يروح على مرمر منتخب المصري. مراحش غرفاء اخر للركاء. مش عارف يوجد حلول. مش عارف يوصل. ما عندوش حد ينقله الكرة لقدام. ما عندوش حد بيحتفظ الكرة لقدام. عكس المنتخب المغربي. طب اقول لك حاجة. حساسي يعني. الماتش ده هيخلص ضربات جزائري. الماتش ده لو بغداد بنجاح لعب. هيبقى فيه تعادل ايجابي. في اللقاء. وهيخلص ضربات جزائري. بصة كابتن يعني. نتمنى اللقاء. او في الوقت الاضافية. يعني في اسببك. مش انتهي في الوقت الاصري. كلنا عارفين ان في حاجات كتير برا كرة القدم تحديدا في اللقاء ده. لكن اللقاء ده تحديدا منتخب المغرب ومنتخب الجزائري في القتين هينزلوا من اول اللقاء بيبحثوا عن الفوز. اللقاءات اللي بتخلص تحديدا بدربات الجزائري بتلاقي فرقتين من اول من اول اللي مش نزلين عايزين النتيجة دي. لا. لكن هم الفرقتين دول نزلين. كل منهم عايز ينزل يكسر. كل من هم عايز ينزل. يسجل المنتخب الجزائري مغربي. عنده حلول كتير جدا. عنده لعبة عنده حلول. عنده لعبة مميزة. عنده منتخب زي ما حالك كنت بتتكلم عليه. منتخب متماسك. منتخب بيلعب مع بعض منزو سنوات طويلة. منتخب عنده خبرات محلية. طيب نرجع تاني بقى انت وصلت كده. المغرب وتونس ومصر وقطر. قطر هتلعب المغرب. ومصر هتلعب مع تونس. قولي توقعاتك. المغرب تغلب? كتر. طب ومصر وتونس. أولقاء متكافة بس الكافة راحل مصر برضا كافة راحل مصر مصر والمغرب في النهائي المغرب تكسب مصر في المباراة النهائية طب أنا عايز أقولك أن المطشين دور فيه مطشين في دور التمانية مش هينتقوا في الوقت الأصلي مطشين معاين ولا مطشين الأربع أنا أتوقع ممكن ممكن الإمارات وكتر ماينتهيش في الوقت الأصلي وممكن المغرب والجزائر ماينتهيش في الوقت الأصلي دي توقعات المتشاط الحسامة اللي زي دي تحديداً المتشاط لازم يحصل فيها نتيجة بفوز فريق وخصوصاً أما تكون بين فريقين كبار الفريقين الكبار بيبحثوا عن الفوز دايماً فاللقاء باعتقد أن اللقاء بينتهي يعني مش ممكن ما يوصلش لضربات الجزاء بتركها اللقاء ينتهي أثناء التسعين دي أنا بقول لأن الفرقتين بيلعبوا كورة قدم هجومية فرقتين عايزين يسجلوا مش عاييه كلام ده النهاردة اللقاء بدأ بأول ربع ساعة كانت كورة قدم يعني الكورة ولا فرصة على الجزاء ولا فرصة على مصر حتى الجنين كورة ضرب الجزاء والجونة التانية آآ آلاشت راحت للمدافع حطها وحش جداً خبط وفتوح دخلت النتيجة النهاردة بتاعت نتيجة يعني منتخب الجزاء وضربت الجزاء كانتش هتخش كباً آآ تخطت بولحي آآ يعني كانت رولا سات ربنا بالزبط يعني الكورة كانت لكن يا كابتن خارد النهاردة خلينا نقول اللي أنا شايفه من ناحية منتخب مصر مع كالوس كوروش النهاردة المكسب الوحيد بالنسبة لنا أسماء جديدة عناصر جديدة خبرات أما بتدي اللعيبة خبرات في مبارات كبيرة زي دي لا أنت بتعتمد النهاردة على لعيبة بتلعب لأول مرة معاك وياخدوا الجراءة والثقة أن هم يكونوا متواجدين طيب دي الإفادة اللي أنا شايفها نروح بقى لبيان من نادي الرجاء بيطلب تأجيل مبارات السوبر الأفريقي مع النادي الأهلي ومن ضمن البيان أنا على حد علمي أن المغرب قفلت لمدة أسبوعين تمام قفلت مدة أسبوعين للسفر لغاية لدرجة أن أوناجم مش عارف يرجع تمام محمد أوناجم مش عارف يرجع فقفلوا بسبب الوباء برضو وشايفين أن لعيبة المتخب هترجع يوم 18 عبال ما هيوصلوا عشان السفر وكده ممكن يرجعوا 19 أو 20 والماتش 22 في قطر يعني حتى كمان ممكن يفضله في قطر بقى لا بيان ملوشة الصراحة من وجهة نظر يعني بيان ملوشة أي لازمة النهاردة ماركو فيلموتس المدرب البلجيكي جي في وقت صعب في وقت صعب بالنسبة له هو وفي وقت صعب للرجاء في وقت لا سعد الشبي المدرب الرجاء كان ماشي بشكل مميز جدا مع الرجاء من وجهة نظر أنا شايف أسعد الشبي نجح مع الرجاء بشكل كبير جدا إنك تترك مدرب زي ده في الوقت ده خطأ إداري كبير جدا خطأ فادح النهاردة أنت ماشيت المدرب يعني مش عارف إيه السبب الرئيسي لكن أنت بتقول بسبب النتائج النهاردة ماركو فيلموتس لعب معاك لقائن خسر ماتش أولمبيك إسفي وكسب ماتش بعدها لسه بدري قوي يعني هو ممكن ممكن على يوم 18 يحجز على قطر ويسافر واللعبة اللي هي موجودة في المنتخب المغربي تفضل في قطر بعد 12 جولة الرجاء 24 نقطة بعد 12 ده يعتبر فرق كبير جدا طبعا تمن نقط وبين الوداد وبين الرجاء فرقتين الكبار في البطولة المغربية هم يكون فرق تمن نقط ده فرق كبير جدا يصعب تعويضه يعني يبقى صعب تعويضه لسه بدري لسه بدري بس فرق كبير جدا النهاردة فرقة الرجاء مش لاقيه لعبة النهاردة بيمشوا اللعبة الأجانب الرجل جاي مارك فيلموتس اه يعني هو عشان يلح يجيب لعبة اعتقد فتحه باب القيد اه عامل عنده تلات لعبة دولاتي بيتجربهم عنده أولينجا اه وينج كونغولي عنده مهاجم كونغولي آخر واستغنى عن اللعب البوركيني اه بيعتمد على عناصر شابة سواء مذكور عنده عشرين سنة اه رحيمي شقيق سوفيان رحيمي متواجد اه معهم هو الآخر بيعتمد على زريدة اللي هو يعتبر انه من وجهة نظر النجم الفريق يعني رحيمي عشان كده ده سبب التأجيل الحقيقي ده سبب التأجيل الحقيقي طب هيتأجلوا بالاخر كده عشان انا عارف ان جوة لاتحاد افريقي ممكن لا ولا هم عايزين يأجلوه يعني ممكن يحصل والاهلي هيبعى عايز يأجل اعتقد ما اعتقدش لا لا لأ 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 لأه عشان عنده صابت النهاردة ايمن أشرف يا جماعة جالسة في الرباط الداخلي للرجبة وهيغيب يعني يعني اللي هو اللي هو الشكل العام يعني ولكن فيه أشعة بكرة هتحدد الإصابة لكن بنسبة بنسبة 99% مش يلعب مطش الأردن حجازي عنده شد في العضلة الخلفية مش يلعب أكرم توفيق موقوف مجد أفشا كان عنده شد خفيف فغاب النهاردة لكن هيكون متواجد مجد أفشا في مباراة مصر والأردن إن شاء الله الأهلي لو اللعب الرجاء في الوقت الحالي الأهلي لو اللعب الرجاء بنص فريقه والرجاء بالفريق الكامير الحالي لقال يكسب اللقاء تمام يعني الفريق جير جدا نروح نروح ليه بقى الكونفيدرالية أكيد قول ليه بقى النتائج ومين الفرق اللي وصلت يعني الكونفيدرالية تحديدا يا كابتن خالد عايز أتكلم مع حضرتك فيها تأهل المصري وتأهل بيرامدز يعني حاجة يعني فرقتين عندنا النهاردة فرقتين مصريين بتأهلوا لدوري المجموعات وتأهل نادي الصفاكسي تأهل شربية السوارة الجزائري تأهل نهدت البركان على حساب الجيش الرواندي وتأهل نهدت البركان تحديدا يعني أنا مش عايزة نهدت البركان يعني النهاردة تأهل لكن الجيش فرقة الرواندي بيشتكي من بعض الحاجات اللي حصلت أثناء الرقاء والحاجات اللي حصلت بين الشوتين يقال يعني من الجانب الجيش الرواندي مسال ما قناماش طبعا إن حصل اعتداءات عليهم حصل يعني المش انتهى بنتيجة كم كامل تَعلم؟ اتتهى اتنين وواحد اتنين واحد وكان ماتش اللي اولين سفر صفر طريبا؟ ماتش اولين كان سفر اتنين واحد في المغرب. اه. لكن نهضة البركان النهاردة معهم في لورا. عارفين كلها نهضة البركان. لورا مدارب الكنود ديمقراطية. اه وعارفين طبعا نهضة البركان في فرقة بتنتمل مين? اه في المغرب تحديدا. اهلي ترابلوس. تقاهل زاناكو الزامبي سينبا التنزاني. مازينبي. اه في ام بطل النايجر اللي اهلي طلعوا تقاهل. ده تقاهل على حساب اهلي ترابلوس ط اه. اه اه? جيندر. اتقاهل على حساب كنغولي. تمام. قريبة موتيبة. اهلي ترابلوس خرج على فكرة. اهلي ترابلوس اه اه. اه. اهورناكو بسهولة. بسهولة. بسهولة جدا. مش فريق يخوف فيه. مفيش اي حد يخوف. انت لو هتتكلم على فريق اللي يخوف. مازمبي. مازمبي. فرقة ضاعة. خلاص. فرقة مازمبي. طب. غير مازمبي اللي كلنا بنسمع عنها. اه مش نفس اللي هو مش الاسم اللي مخوف يعني. خلاص الراجل النهاردة جاب ابنه وكيل لعيبة. اكبر وكيل لعيبة. بيخرج اللعيل. بيطلع لعين كل ايه يا خصفان. اه يعني. خليني نورك على حاجة. اه. قصة كده يعني ايه سريعة. كان ديك عارف ملونجو. نحو ملونجو كان بلعب في في تا كلاب تقريبا. لا. لا. كان بلعب في مازمبي. ومنتخب الكنجو. وبعد كده رايح الرجاء. انتقل له للرجاء. انتقل ايه ان هو مازمبي مباحوش. وانتقل وانتقل آآ اه حاطئ. انتقل آآ خطأ. وان هو في مشكلة في في عقد وعشان كده. زهب. للرجاء. في الوقت. ده تحديدا كانت الجمهير في مازمبي والصحافة في مازمبي رفضة. ان اللعب. اللعب جاله عرض في الاول. آآ. فرئ ما زينبي رفض ان هو يبيعه. وقال للناس كلنا رفض ان انا بيعه. اه. فبعد ما انتقل الرجاء قال ان اللعب هرب. اه. وبعد كده الولد راح لعب صاد فرقة ما زينبي اكتر من اللقاء. الجماهير كانت عايزة تعتدي عليه وكان بيخاف يدخل المقاطعة دي. الاخبار والتسريبات اللي طالع بتقول ان الراجل كان بيعه بطريقة رسمية. لفرقة اه الرجاء. وكان يعني المشكلة اللي حصلة دي كلها. اما الولد كان الحقيقي. مع هوية بقى ما ينفعش وقت. عشان اتفاق. عشان ده وقت اتفاق. والراجل كان بيأمن نفسه قصاد الجماهير عنده في مزينبي. الراجل بدأ وابنه كان وكيل العيبة. طيب عسل لك سؤال بقى. الارعة امتى? ارعة الكونفدرالية والرب اه. اتغيرت معد. تمانية وعشرين. تمانية وعشرين. تمانية وعشرين. تمانية وعشرين. الشهر ده. ديسمبر اه. يعني تمانية وعشرين هنعرف الزمالك والاهلي في مجموعة واحدة ولا لأ? الاهلي والزمالك. بيرامدز والمصري ممكن يكونوا في مجموعة واحدة. بيرامدز اول والمصري تالت تقريبا. اه. صح? اه تقريبا. والزمالك والاهلي برضو ممكن يبقى في مجموعة واحدة. وارد ان الزمالك والاهلي طبعاً يكونوا متواجدين. اه. مع بعض لكن هي بالنسبة للكمفدرالية بيرامدز. الاعلى تسويقياً. الاعلى فنياً. اه كل حاجة يعني كل. انا عايز اقول لك ان بيرامدز اه اه خلال الايام اللي جاية دي. مشوا البرازيلي. كان عندهم لعيب برازيلي مش 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 جامد اوي عادي يعني. وابتدوا يطلبوا اتنين لعيب اجانب. اتنين لعيب اجانب. اتنين لعيب اجانب. اه انضموا للفريق. اه انضموا للفريق مع فخر الدين بن يوسف ووليد الكارتي وارك تراولي. تلاتة دول هما اللي بقيين. وايجيبوا اتنين لعيب اجانب كمان. الايام اللي جاية دي. بجانب ان اه المصري كان عنده سبع يحق ليه في الانتقرات يقايد سبع لعيبة فعنده مكانين معين الشعباني جاي باتنين لعيبة من تونس اتنين لعيبة من تونس هينضموا للمصري بجانب خمس لعيبة في لعيبة مش مقيدة من اللي موجودين هيتقايدوا غير كمان ان بيراميز مش مقايد وليد الكارتي ولا فخر الدين بن يوسف هيفيدوا بقى يلعبوا من دول المجموعات بجانب الاتنين اللي هجيبوهم لو هنتكلم على بيراميز بيراميز هو الاقوى هو يعني شفنا السنة اللي فاتت وصل مبارنة هائية ونهضة البركان فريق داخل بخبراته فقط وعنده مدرب برضو عنده خبرات معيني الشعباني هو الاخر عنده خبرات كبيرة جدا يقدر يوصلها للعيبة النادي المصري لكن ان شاء الله بطولها ما تخرجش بره بيراميز او بره المصري يعني كان غير كده كل فرق اللي هتكون منافسة مش فرق قوية او فرق تقدر حقا ان المصري مش وقف على حلو قوي يعني بيراميز مش يعني ممكن فرق تنافس بيراميز اقوم من المصري يعني عندك فرق قول لي تاني فرق يعني مثلا مازمبي انا قلت لحدك مازمبي بعيدا كل البعد سنبا جامد لا سنبا برضو هي فرقة مش وحشة عندك اهل ترابلوس مش وحشة اهل ترابلوس برضو مش وحش فرقة كويسة الصفاكس في تونس الصفاكس التونسي طبعا فرقة مش وحشة كابتن احنا لو بحكلمك على اسماء وطاريخ او اقول لك الصفاكسي مازمبي سنبا انا بقول لك الخلاصة مين اللي يقضي انهم على الارض الواقع ده ادوه مشاكل مالية ومشاكل ومشاكل في الفرقة مايقدرش ينافس يعني انت النهار ده هاتلي فرقة تجارب برمز فيش ولا فرقة من المغرب مفيش كابتن نهارة البركان يا كابتن اهل نهارة البركان نهارة البركان تأهلت بصعوبة ممكن على الجيش الرواندي ممكن من الفرقة اللي تنافس وارد هو هيبدأ يعمل تدعمات ويعمل صفاكات في الفترة القادمة وفلورا عنده خبرات يعني فلورا مضارب الكونغوط الديمقراطية عنده خبرات برضه مع فرقة نهارة البركان سواء خبراته كانت مع منتخب الكونغولي او خبراته السابقة مع فرقة فيتا كلاب لكن برامز بالنسبة كبيرة هو اللي هيكون يعني منافس الاول انه يحصل على بطوله طيب في معلومة جايالي ان الكاس الامر افريقية هتبقى 3 يناير مش 6 يناير ده خبر تأكد دلوقتي فيه كلام يعني فيه كلام قوي انه هتبقى بنسبة كبيرة جدا هتبقى 3 يناير عشان تنتهي قبل كأس العالم للانديه ده اخر الاسبوع انا اعتقد ان الاجتماع كانت نتكده تظهر اخر اجتموه اخر الاسبوع كان اجتماع بين وفد من النادي الاهلي والاتحاد الافريك والفي فيها بسبب تضارب المواعيد نسبة كبيرة ده خبر شبه رسمي على فترة اه اه بقى اكيد ده لازم هو يحصل لكن البطولة خلاص في الكاميرا مولان تخرج من الكاميرا تمام وهنتأكد ان السوبر هتلاعب امتى لان بناءنا على السوبر ماشرات الاهلي مع بيراميز اه ومع فيوتشر بيقولوا ماشي بيراميز كده كده هيتأجل خلاص فيوتشر احتمال يتلاعب 30 ديسمبر هيتلاعب 30 ديسمبر معقولة لا اه اه كده اعتقد يبقى صعب انت ازاي ما صعب ازاي هتبقى 3 يناير وتلعب 30 ديسمبر هيتأجل برضو مش عارف ليه بيراميز والاهلي بسم الله ما شاء الله كاس يتأجل بالسنة الكاس مصر اللي فات يلعبوا بعض في دور التمانية تضبطولة الغد دلوقتي ما عادش سكتم بكتم ما عادش عارف عنها اي حاجة فبسم الله ماتشاط مصري ما بتعديش كده بسهولة يعني لكن هو اكيد منتخب مصر تحديدا على دورة الأفريق محتاج برضو وقت يتجمع فيه سواء اللعبة المحترفة معه صحيح قبليها 15 يوم بالضبط اه يعني لا مش 15 يوم احنا ما فيش وقت خلاص لا هو المفروض المفروض الطبيعي لا المعسكر بيبقى قبليها ب14 يوم المعسكر مفروض بيبقى قبل بداية البطولة ب14 يوم ده رسميا البطولات المجمعة المجمعة فيعني مثلا هو لا يبتدي 6 لازم مثلا تكون موجود مثلا على يوم 25 مثلا حقا كده يعني 25-25 اكيد يعني منتخب محتاج التجمع ده تحديدا بقى النهار ده اللعبة المحترفة ما تكون متواجدة في البطولات المجمعة البطولات الطويلة مع اللعبة المحلية وخصوصا انت عندك احتكاك قوي يعني سواء معنى هل لديك اقوالا اخرى؟ لا ما فيش اي اقوال اخرى شكرا ماهر منينا شكرا لكل مشاهديننا المحترمين شكرا لكل الزمالكوية اللي على رأسنا دايما من فوق بكرة حلقة جديدة من برنامج زمالكاوي تصبحوا على ألف مليون خيار اشتركوا في القناة